اشتركوا في القناة في فيلا الأسيوتي نبيلة كانت قاعدة زهقانة وقالت تتصل بجميلة ألو؟ أيوة مدام جميلة أخبارك إيه؟ أنا كويسة الحمد لله والله اتصلت في وقتك ليه خير في حاجة؟ وبعدين إيه الصوت العالي اللي عندك ده وانت فين؟ أنا في النادي يا ستي أنا ونغم قلت غير جو لأن اليوم كان ممل جدا بصراحة اخسع عليك يا جميلة كنت قلت لي طيب ده أنا هموت من الزهق خلاص ولا تزعالي إحنا لسه فيها ألبسي وتعالي ونصهر كلنا مع بعض هو حمدي لسه مجاش هكلم أشرف وجيلك على طول ماشي يا حبيبتي أنا مستنياك وفعلا النبيلة كلمت أشرف اللي ما صدق ومشي على طول في النادي حمد قال بقولكو يا بنات أنا تعبت من القعدة ومحتاج روح ارتاح لو حابين تكاملوا القعدة هخلي الواد أمير يرجعني البيت ويرجعلكم ابتسام قالت لا أظن الكل يروح أحسن نور قالت أيوة يا خالي أنا مش عايزة أتأخر على عمر أكتر من كده حمد قال خلاص يا حبيبي يلا بينا وفجأة ساموا وسط حد وقره عمر قال السلام عليكم جميعا نغم لفت وشاه وبفرحة قالت عمر دي آخر حاجة كنت أتوقعها أنك تيجي آية كانت وقفة هتموت من الغيزة أنه جه ونفذ رغبة نغم ونفس الوقت فرحانة جدا بوجوده أما توقفة فرحة جدا أنه جه عمر قرب من ابتسامه ومد إيده إزايك يا مرات خالي ابتسام بخانقه سلمت عليه وقالت كويسة إزايك أنت يا عمر أنا بخير الحمد لله حمد قال والله جيت في وقتك يا عمر يا بني قعد أنت مع البنات على معمير يوصلني ويرجع لكم طب ليه يا خالي ماشي بدري كده ما تقعد معنا شوي ابتسام بغيز قالت لا أصل خالك تعبان وبصراحة القعدة تخنق عمر ابتسام بديقه قال لا وأنا ما يرضينيش أبدا أنك تتخنق يا مرات خالي طالما القعدة مش عجباكي فتقدر يتمشي عادي وأنا مش هعطلكم لكن إحنا كده كده قاعدين نور وتقعد حكو بخبص وسكتو لما ابتسام بصت بخانق أو سابته ومشيت حمد قال براحتك يا عمر ولو حابين اشترك لكم هنا في النادي من بكرة اشترك لكم والله تسلم يا خالي انت قده ولا واثق من ده والله بس احنا مش بتوع نوادي احنا يدو ابني جي مرة أو اتنين في الصلاة وخلاص على كده براحتك يا ابني انت حر أسيبكوا براحتكم بقى يلا بينا يا أمير يلا يا بابا وفعلا ماشي حامد وابتسم وامير عمر بس النغم اللي ما شالتش يعنيها من على عمر والكل كان ملاحظ ده عمر قاعد جنبها وهمس لها وقال عينيك بتلمع قوي يا طرى دي فرحة ولا دموع دي فرحة انا بجد ما كنتش متوقع على المفاجأة دي دي احلى حاجة حصلتلي في حياتي عمر بصلها وابتسم ايا قالت او عمر وحشتني قوي يا عمر ما شفتكش من زمان وانت كمان يا ايا والله وحشتني اخبارك ايه انا تمام الحمد لله هو انت يعني همك اخباري ده انت حتى ما بقتش تسأل غصبة عني والله لكن دايما بطمن عليكم من امير حتى باسأليه نور بخبس قالت بس غريبة يا عمر انت جيت يعني النهاردة لقيت نفسي مش قد رأعد لواحد دي قلت عملها مفاجأة واجه طوقة قالت ودي احلى مفاجأة ايه والله جميلة قربت منهم وقالت السلام عليكم كلهم ردوا عليها السلام وعمر وقف نغم وقفت وقالت ده عمر اخوته قزملتي يا مامي ودي مامي يا عمر عمر مدي ايده وقال تشرفنا يا فندم جميلة سلمت عليه وقالت له مرسي وبصت لنغم وقالت هيا يا نغم مش نوية تيجي توقعدي معنا ولا ايه مامي من فضلك سبيني براحتي وانا لما حب اجي اقعد معاكم اكيد مش هتردد ماشي يا نغم انت حرة وبصت لعمر وقالت فرصة سعيدة يا استاذ عمر وثبتهم ومشيت قبل حتى عمر مايرض عمر قال نغم لو والدتك هتدائق تقدر يتعادي معاهم عادي نغم بغيز قالت هو نم دايقك في حاجة يا عمر ولا عايز نمشي عشان تاخد راحتك في القعدة مع اللي وحشينك اللي وحشني وهم مين دول نغم كانت بتتكلم بغيز ونرفزها وقالت آية هي تقولك وحشتني يا عمر وانت تقولها وانت كمان وحشتيني ولا كأننا قاعدين ها 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 انت مجنونة يا بيت تتي دي بنت خالي ومتربين مع بعض يعني زي اختي من الواضح ان عندك اخوات بنات كتير قوي صح ولا يا استعمر ها 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 صح طبعا نغم دبت برجلها في القرض بغيز وقالت ايه انت بجد مستفز ومشيت من قدامه لكن هو مسكها من ايديها وقال استني بس رايحة فين نغم لفت وشها ليه بسرعة وبصت على مسكته الايديها هو شال ايده بسرعة بعد ما حس برعشة تملكت كل جسمه وكانت ده نفس احساس نغم نغم بصوت مكتوم كانت بتحاول تصبط نفسها وقالت انا هروح هروح اقودي يا عمر عمر بصلها وسكت وكانت هي وقفة سكت وكانت الاتنين بيحاول يصبط نفسهم ويجمعوا وعصابهم عمر اتناهد وقال طب ممكن اعرف انت متضايقة ليه وش معنى انت لديتي كده بالرغم ان نور وتقى محدش فيهم علق وانت مين قالك انهم مش هيعلقوا اكيد لما ترجعوا البيت هيعلقوا وبعدين انا كده اللي في قلبي على لساني مقدرش اكتم غزي واسكت طب خلاص اسكتي شوية وتعالي نقعد معاه قول بقى انك زهقتي مني اللهم طولك يا روح يلا يا بيت تفضلي قدامي بدل مرتكي بجناعة في النادي ده نغم بصيت لو ضحكت استنى بس في اخر سؤال انجزي لبسي كده معقول ولا في حاجة بس هراحة الاتنين نغم كشرت وقالت يعني اين الاتنين يعني لبسك معقول وبرضو في حاجات مش حاجة واحدة ما تنجز يا عمر وتقول انت هتزليني عشان تتكلم هو طبعا ارحم من اجيبها القصيرة قوي دي وامداري شوية بس اتي مش شايفة انه دايق حبتين كده قصدي ثلاثة لا 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 قصدي عشرة خلاص عرفت انه دايق خلاص طب بص انا هطلب منك طلب اتفضلي وبسرعة لانهم على اخرهم مننا سيبك منهم واخليك معايا انا عايزك تفضي نفسك يوم وتنزل معايا نشتري دوم تعجبك ايه رأيك هو انت بتتكلمي جد يا نغم ايوة طبعا جد وجد الجد كمان للأسف يا نغم ما ينفعش ممكن تاخدي نور او طوء انا لأ طب ليه لأ يا عمر لأ اني ماليش في الجو ده وهخرج معاك به نسبة ايه نغم انت اسلوبك وحياتك غير حياتنا فبلاش الاسلوب ده معايا صعب اني غير مبادئي عشانك خلاص يا عمر انا اسفل ودقيقتك تاني تعال بقى انا وعد معاه وفعلا راحه وقعده والكل كان ملاحظ تعلق نغم بعمر لكن محدش يتكلم وانضم لهم امير بعد ما رجع وسهروا كلهم مع بعض وفجأة قرب منهم اشرف وقال ها يا جماعة عمر وقف بغيز وقال ايه ده هو انت ولسته كان هيمسك في هدومه كان اشرف موقفه وقال له استنى بس يا استاذ عمر انا مش جاي عمل مشاكل انا جاي اعتذر ليك وللانسة تقى عمر سكت وبصله باستغراب وامير وقف وقال هو ده اللي كان بيدايقك يا تقى امير قام ومسكه من هدومه وقال انت عارف اني ممكن ما خليش حد يعرف لك طريق انت ازاي تتجرق والدقيقة اشرف نزل ايد امير بعمف وقال اظن انا قلت اني جاي اعتذر وبصراحة كده تصرفكم ده مش فير خالص عمر شد امير وراء وقرب من اشرف وقال وهتعتذر عن ايه يا استاذ اشرف عن اي موقف فيهم عن كل اللي عملت ودقيقتي بيه انسة تقى وقرب من تقى وقال لها حقك علي يا انسة انا بجد اسف ووعيدك اني مش هتعرض لك مرة تانية عمر كم استغرب رد فعل هو قرب امير منه وقال طب لو حصل ودايقتها تفتكر التصرف هيبقى معك ازاي صدقني ما تقلقش يا استاذ انا وعدت بصدقني عمري ما هخلف وعادي وعلى الاموم لو حصل ساعتها لك حرية التصرف عمر قال ماشي يا اشرف وانا قبلت اعتذارك نغم قالت ايوا بقى خلونا نخلص من المشكلة دي وبصت لتقى وابتسمت اشرف قرب بالنغم وقال ان شاء الله مفيش مشاكل تاني واتمنى اني كنتي كمان يا نغم ما تزعلش مني وبصلها بتركيز شديد عمر بتصرف لا اراضي شد اشرف بعيد عن نغم ووقف قدامها وقال اعظن انك اعتذرت واحنا قابلنا الاعتذار كفاية اوي كده اشرف استغرب رد فعله وقال انا اسف يا استاذ عمر بعد اذنكم عمر بص النغم بنرفزه وقال هو انت تعرفيه ايوا ده والده صاحب بابي وكانوا معزومين عندنا في الفلا اه هو انت بقى اللي قلتله يعتذر لتقى لا طبعا انا ما قلتش حاجة وهو جاء اعتذر من نفسه وبعدين حتى لو انا اللي قلتله تفتكر هيسمع كلامي ويجي يعتذر يعني اصل اللي يشوفه يقوله انه بيراضيكي وبينفس كلامك لا يا عمر دي اوهم في دماغك انت وبس جميلة قربت منهم وقالت نغم اظن ده ما ينفعش مادام نبيلة وصلت وبتسأل عليك عمر بزوء قال خلاص يا مادام اتفضلي حضرتك ونغم هتيجي حالت جميلة قالت يا ريت ما تتأخرش يا نغم نغم بصت لعمر بعد ما موتها مشت وقالت شكلك زهقت مني مش موضوع زهق الموضوع ان فعلا دي ايه اللي تزوء منك والدتك جد كزا مرة وطلبت انك تقادي معاه ماشي يا عمر انا ماشي وثابتهم ومشيت نور قالت ايه يا عمر هي نغم مالها عمر قال مش عارف عادي يا نور دي مجنونة اصلا نغم رحت وسلمت على الكل وقعدت وجيها اشرف قعد جنبها وهي طبعا كانت عينيها طول الوقت على عمر وبس اشرف قال ايه يا نغم اظن كده عملت اللي يرديك المفروض تعمل اللي يرديك انت ويتناسب مع رجلتك مش اللي يرديني انا عمر بص عليهم ولا اشرف قعد جنب نعم وحس بغير عمر ما حسها مع بنت غريبة غير اخواته البنات فاجأ وقف وقال مش يالله بقى يا بنات انا بجد صدعت جدا تقا قالت لسه بدري ابيه خلينا شوية كمان ايا قالت ايه يا عمر انت زهقت مننا كده بسرعة ولا عشان نغم ماشيت امير بص لها وقال انت عبيتها يا بنت تتي ايه دي شوية ايا وبلاش غباء عمر ببرود قال سيبها يا امير لا ايا مش عشان نغم لان نغم زيها زيك وزي نور وزي تقا كلكم اخواتي انا بس محتاج ارتاح وقال اي على نور وطقا هو اللي جابني هنا النهاردة مش حاجة تانية اظن كده بقى ادماغي اجتهدى شوية وبص الامير وقال يلا امير امير قال ماشي يا عمر يلا بينه والكل قام ونغم لحظته نغم بلافة قالت ثواني بس يقشرف ورجع على طول وثابته وقامت قبل ما يرد عليها نغم قربت من تقا وقالت ايه يا توق انتو ماشيين ايوة يا نغم اشوفك بكرة في الجامعة ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي بس انتو ماشيين بدري قوي وكانت بتتكلم وانها على عمر امير قال ده يا دوب يا نغم عشان كل واحد يشوف شغله الصبح ان شاء الله نغم قربت من عمر اللي كان سابقهم شوية وقالت عمر مش هتقولي مع السلامة او حتى تعرفني انك ماشي عمر بتمثيل انه عادي ومش فارق معاه اصل لقيتك مشغولة يا نغم محبتش هديك مشغولة مع مين وليه بتقول كده عادي يا نغم وبعدين انت عرفت هون احنا ماشيين فان المشكلة مفيش مشكلة ولا حاجة اشوفك على خير يا عمر عمر هزد دماغه سابها ومشي ورجعت نغم تقعد معاه وتفكيرها كان كله في عمر وخلصت السهرة والكل روح على بيته وبعد مرور شهرين هنقول نبزة مختصرة عن اللي حصل فيهم عمر كان كل اهتمامه بشغله واخيته وقعد مع نفسه كتير ولقى انه للأسف ما ينفعش يتعلق بنغم لان ما فيش اي توافق بينه وطول الفترة دي بيحاول يمد عن اي حاجة تعلقهم ببعض نور كانت حاسة باخوها وحزينة جدا عشانه لكن ما كانتش حابة تتكلم معاه في اي حاجة الا لو هو تكلم وطبعا علاقتها بامير كانت بتتطور بس ما حدش اعترف للتاني باي حاجة توقع كانت بتقضي يومها كله مع نغم سواء الصبح في الجامعة او بالليل في التليفون وطبعا كانت حاسة بحب نغم لعمر لكن ما حاولتش تقول لنغم على اي حاجة امير اهتم بشغله اكتر وده طبعا لتشجيع نور ليه وكل الكام يوم كان بيروح يتغدى معاه لان اكل نور كان بيوحشه جدا وهي كمان كانت بتوحشه اقرم سافر يتضرب في مكتب هندسي وتقع عرفت بالصدفة من الناس اللي في الحارة وقلبها تطمن عليه لانه ما كانش ظاهر اما اي كانت بتنزل جامعتها وتقربت من نغم وتقع واوقات كتير كانت بتقعد معاه ومتسيب كليتها نظم كانت محتارة وما كانتش عارفة ليه وامر ما بقاش يهتم بيها وبيحاول كل مرة يهرب منها وما يقادش معاها حتى لو راحت عندهم كان بيفضل في ورشته ومش بيطلع وكانت هتتجنن من بعده وتأكدت انها بتعشقه مش بس بتحبه لكن ما كانتش عارفة تعمل ايه جميلة كانت حسن بنتها متغيره وشكة ان يكون في ولد وراء التغيير ده وخصوصا ان لبسها وشكلها تغير تماما وكل ما تسألها تقول لها برتاح كده وقررت انها لازم تكلمها وتعرف مالها اسعد والقصيدي كانوا مشغولين في شركاتهم وكل واحد يدوب بس يتطمن على اولاده وينام نبيلة علاقتها اتوططت جدا بجميلة وبقوا اصحابه واغلب الوقت في النادي مع بعض بدون حضور نغم طبعا اشرف تغير تماما وبقى انسان تاني خالص وكل ده عشان يرضي نغم نرجع للوقت الحالي في فيلا السويفي جميلة كانت قاعدة ونغم جاية من جمعتها مساء الخير يا مامي مساء النور على اجمل بنوتة مالكي حبيبتي لا ابدا يا مامي بس اتعبانا شوية ومحتاجة اوي انام طب انت يا حبيبتي اتغدتي ولا اقول له ساعات تحضرك الاكل لا يا مامي انا اتغدت في الجامعة هطلع نام شوية وبعدين لو مصحب اشوف عامليه استني يا نغم انا عايز اتكلم معاك خير يا مامي انا عايز اعرف ليه تغيرتي وليه بقيت بتلبسي كده وليه بقيت دايما حزينة مالكي حبيبتي فيك ايه وهو لبسي مدايق ده كله درسات بسيطة ورقيقة ايه المشكلة في كده وبعدين ليه بتقولي حزينة منازي الفلة هو يعني مش حاسة انك اتغيرتي يا نغم لا يا مامي مش حاسة واكيد لو في حاجة هقولك على طول يلا سيبك انا لاني هموت وانقام سلام يا مامي جميلة ما صدقتهاش وبقلت حيلة قالت سلام يا نغم وطلعت نغم قضتها واتصلت على عمر اللي كالعادة ما ردش عليها بحجة انه مشغول فورشة عمر عمر بص على تليفونه والانغم اللي بترن ساب التليفون وكمل شغل بيليا قال جرائيه يا صدى عمر هو انت مش هترد على التليفون ولا ايه لا يا بيليا مش هرد بيليا سكت واستغرب ومردش عمر لقى التليفون بيرن تاني وبرده نغم وبرده مردش واستأذن بعدها من بيليا وطلع يتغد نور فتحت له الباب وقالت اتأخرت لي يا عمر الاكل جاهز من بدري معلش يا نور بس كان عندي طلبية مهمة ولازم تخلص ادعي لي يا نور قلبي ربنا يبارك لك ويوفقك يا ربي يا حبيبي طب تعال اخدوش على ما سخن الاكل انا وطلع وفعلا عمر خد شهر وغير هدوم وراح قاعد على الصفرة وكان بيأكل هو سرحان ونور وطلع كان ملاحظين ده طلع قالت ابي يا عمر هو انا ممكن اسألك سؤال اتفضلي يا حبيبتي هو انت ليه مش بترد على نغم وبقيت تعملها وحش مع انها بتعزك قوي والله بص يا طلع انا بعمل نغم عادي وصدقيني مفيش اي حاجة انا بس حابب علاقتي باي حد تبقى بحدود وده اللي انا عملته نور بصتلي وتنهدت وسكت هو بص لها وكان ونصق انها فهمها لكن هو مش حابب يتكلم في حاجة وعد اليوم تاني يوم راح تنغم وتقى الجمع نغم قالت تقى هو عمر كويس ايوة يا نغم الحمد لله بس مشغول لانه مطلوب منه شغل كتير وهو بيخلصه نغم ما كانتش مصدقة لحاجة جدي وقالت مشغول لدرجة انه مايردش علي لما كلمه يا تقى عمر اتغير معايا قوي وانا مش عارفة في ايه ولا ليه بص يا نغم عمر اقوية دايما بيحب يعمل حدود بينه وبين اي حد يمكن هو مش راضي يتخطى الحدود دي معاك نغم بدموع قالت حدود ايه اللي تخليه مايردش علي ويهرب مني ده حتى بيهرب انه يشوفني ليه يا تقى كل ده عشان ايه نغم يا حبيبتي لو عايزينا اتكلم معه هتكلم معه واقولك بس ما تزعلش نفسك بالله عليك لا يا تقى مش عايز ايه كلام انا هعرف عمر ماله انا اللي هتكلم معاه خلاص يا حبيبتي براحتك بس اهدي ممكن اجيه وصلك النهاردة طبعا يا حبيبتي ممكن دي نور هتفرح قوي بس اعمل حسابك هنتغدى مع بعض حضر يا تقى وفعلا نغم وصلتها وطقى طلعت باللغة نور اما نغم فدخلت الورشة عند عمر بلي يا قال اهلا وسهلا تقمريني بحاجة يا ستة هانم نغم كان عنيها على عمر لكن هو ما كانش واخد باله منها لا شكرا يا بلي انا عايزة اللصتها عمر عمر اخد باله من ستة ووقف بسرعة وقال ايه دا نغم خير يا نغم تقى حصلها حاجة وهو انت متقلقش غير على تقى ولا ايه عمر تقى كويسة وطلعت فوق انا حبيتها دخل واسلم عليك لاني واثقة انك مش هتطلع لو عرفت ان انا فوق اه لا طبعا عادي انت بس اللي حسست زيادة عن اللزوم انت شايف كده يا عمر؟ عمر بص لها وسكن نغم بدموع قالت وكن اعرف انت اتغيرت ليه ايه اللي حصل مني ازعالك اقضني يا نغم لدى وقت ولا مكانه وهو انت بترد علي ولا بشوفك عشان اتكلم معاك عمر بجدك ده مينفعش كلمني اقول لي ايه اللي بيدور في دماغك اقول لي لا اتغيرت قلتلك لدى وقت ولا مكان واط صوتك اتفضلي طلعي فوق وبعدين نتكلم حضر يا عمر هطلع وحس تناك وفعلا طلعت وهو فضل وايه في مكانه وسرحان وبعدها نفخ وكمل شغل وهو متغاز نور رحبت جدا بنغم واقعد مع بعض عمر طلع ونور حضرت الاكل واقعدوا كلهم في صمت عمر قال نور انا هنزل اكمل شغلي لو عايزين حاجة كلمون نغم قالت استنى يا عمر انا عايز اتكلم معاك معلش يا نغم انا فعلا عندي شغل كتير الشغل مش هيطير يا عمر وانا مش هاخد من وقتك كتير نور قالت خلاص يا عمر شوف نغم مالها وانا وطوقة هنعمل الشاي عمر قعد ونغم قعدت جنبه ممكن افهم مالك وليه بتعمل لي كده انا بتعمل عادي وكله عندي زي بعض يعني زي ما بعملك بعمل نور وطوقة انا فعلا مضغوط جدا والشغل كتير علي وانا الوحدي انت واثق انك بتعمل كله زي بعضه يعني لو نور هي اللي اتصلت بيك مش هترد زي ما بتعمل معايا انت عايزة توصلي لايه يا نغم نغم بكل جرأة شورت على قلبه وقالت عايزة اوصل لده يا عمر في مكتب حامد الحديدي حامد قال هيا امير زبطت حسابات الناس والطلبيات ايوة يا بابا الحمد لله وكتبت الفواتير نقص على الطباعة بس تمام قوي والمخزن عملت جرد الكل اللي فيه ما تقلقش يا بابا امير كله تمام وماشي زي الفل هبعت للناس عشان يجوا يستلموا الطلبيات وكله هيبقى تمام ماشي يا ابن الله يعينك يلا بقى اقفل الدنيا ويلا نمشي وقول لطارق ومحمد يمشوا هما كمان حاضر يا بابا اسبقني انت على العربية وانا هستلك حالا وفعلا حامد ماشي وامير بلق طارق ومحمد اللي شغالين معاهم والكل ماشي وافهلوا المكتب امير من جوه العربية قال معلش يا حاج تقدر انت تمشي وانا هطلع على عمر هقعد معهم شوية وبعدين بارجع على البيت ماشي يا امير براحتك بس وصلني وخد العربية وروح انا عن نفسي مش خارج النهارده تسلم لي يا احلى حاجوك في الدنيا وليه الفرحة دي كلها انا باستغرب قعدتك عند ولاة عمتك كل ده مع ان لك صحاب بعدة تشعر راسك يا بابا انا وعمر متربين مع بعض وطول عمرنا بنحب بعض ومتفاهمين جدا وبصراحة بلاقي نفسي معا جدا مع هو ولا مع نور امير اتحرج وقال جرى ايه حاج انت مرأ ابني بقى انا ابوك يا واد يعني عارفك وفهمك وبصراحة يا امير يوم المنع عندي يوم ما تتجاوز نور كفاية انها اخت عمر الصاوي وبيت الغالي الله يرحمه ياريت يا بابا انا ليه الشرف والله بس هي توافق هتوافق يا ابني صدقني هتوافق بس سنت انوي ان شاء الله يا بابا بس اتأكد من مشاعرها واستنى كمان لما الترمي ده يخلص لان الامتحانات على الاب وابا وبصراحة مش عايز اعطلها عين العقل يا حبيبي ربنا يكتب لك الخير وصل امير ونزل حمد من العربية في بيت عمر عمر قال نغم انت عايزة توصلي لايه بالزبط نغم شورت على قلبه وقالت انا عايز اوصل لده يا عمر انت ليه رافض عمر اتفاجئ باعترافها ليه يعني ايه توصلي لده نغم فوقي انت ما تنفعنيش ولا انا نفعك فوقي يا نغم وسبها وراح ناحية الباب نغم مسكت ايدي وقالت استنى اسمعني للاخر انت ليه حكمت ان انا ما ننفعش البعض مش من حقك يا عمر انت تقرر لوحدك قرار زي ده يا بنتي فوقي وشوفي انت فين وانا فين ده مش تقليل من نفسي انا عارف انا ايه كويس بس المجتمع والطبقة اللي انت عايش فيها ما تعرفش نغم رحم الله امرئي نعرف قدر نفسه انا بصراحة ما قدرش اعلق نفسي بوهم استحالة يتحقق فوقي بقى وسيبيني في حالي لا يا عمر مش هسيبك انا بحبك ومش هقدر افيد عنك خالص وبعدين ليه حكمت علينا بالبعد من قبل ما نقرب سيب كل حاجة على ربنا مش ذاكين كلامك ربنا قال اعقلها وتوكل انا جيت عقلها لقيتها ما تنفعش اننا نبقى مع بعض يا نغم فهمه انت الف واحد يتمنى نظرة منك لكن انا لا انا ما انفعش فوق يا نغم وبعدي عني وسيبيني كامل طريقي وشد ايده منها وبصلها ونزل نور وطوقة جريوا عليها وكانوا طبعا سمعين الزعيق اللي بينهم نور قالت نغم انا كنت عارفة حساسك ناحية عمر بس بجد اسفة اني بقولك كده عمر عنده حق في كل كلمة قالها يعني يا نور انتوا كده بتحكموا عليها بالموت انا مقدرش عيش من غيره طوقة بزعل قالت نغم يمكن انت مبورة بقى بيه عمر مش اكتر ولما تبعده الانبهار ده هيروح جربي تبعادي عنه يمكن تقدري تنسيه لان فعلا ابي عمر عنده حق انتوا مختلفين خالص يا نغم انتوا غيرنا ماشي يا بنات وانا اسفة بجد نذايتكم انا مضطرة مش دلوقتي نور مسكتها وقالت نغم اوهيت زعل من ننا انت عارفة اننا بنحبك قد ايه بس والله غصبة عن ننا بنقولك كده حتى لو قررت انك تبعادي عن عمر اوهي في يوم تبادي عننا احنا يا نغم انت اختنا التالت نغم ابتسمت بواجع وقالت ما تقليش يا نور انا عمري مهبعد عنكم ابدا لكن علاقتي بعمر بهد عنكم تماما انا همشي وان شاء الله اشوفك قريب وفعلا نغم نزلت وكان امير داخل على البيت امير قال نغم عاملة ايه والله لكي وحشة نغم كانت بتعيط تسلم يا امير انت كمان لك وحشة مالك يا نغم ويه الدموع دي نغم بصت على ورشة عمر ودموعها نزلت امير كان واقف مستغرب هو عمر دايقك يا نغم ولا ايه خلاص يا امير عمر ما بقاش في حياتي اصلا عشان يدايقني او لا يعني ايه ما تفهميني اللي حصل نور وتقى اكيد هيفهمك يا امير بس انا عايز اقولك على حاجة انا عارفة انك بتحب نور اوعي امير تتخلى عنها مهما كانت الظروف اللي بيحب مش سهل عليه انه ينسى ولا حتى يبعد وانت بتحبها حارب الدنيا عشانها وما تحكمش على الامور من قبل ما تحصل سلام يا امير امير كان واقف ومش فاهم حاجة طب انت كويسة طب هتقدر يترجع البيت لوحدك ولا وصلك هتعرفت سوء يعني لا يا امير تسلم انا هعرف ارجع ما تقلقاش عليها طب لما توصلي كلمي تقع اطمنين عليك ها حاضر يا امير من عنايا سلام سلام يا نغم سابها امير ودخل ورشة عمر السلام عليكم ازاي كست عمر اهلا امير باشا ايه معلم فينك في الدنيا يا كبير انت اللي مش بتسأل لا والله بس هو الشغل اللي شغلني عنك المهم انت بخير ايوة الحمد لله الاهم بقى انت اللي بخير انا الحمد لله تمام متأكد يا عمر عمر بصله سكت ورجع كمل شغله ما لك يا عمر انت ليه بقيت كاتوم ومش عايز تتكلم ده انا اخوك يا جدع انا مش كاتوم يا امير الموضوع كله ان ما فيش حاجة اقولها طب ونغم مالها نغم يعني انت مش عارف مالها والنبي يا امير هاتلي المنشار اللي وراك ده وبط الكلام لانك معطلني انت ليه بتهرب من الكلام انا عايز افها انت مزعلها ليه يا ابني هنا كلمتها وبعدين انت عرفت مني اني مزعلها انا لسه مقابلها حالا وكان شكلها صعب وديا بيليا بيليا نعمين يا ست عمر هاتكب بيتين شاي من القهوة وتعالى بسرعة عايزين نلحق نخلص اللي ورانا فريرة يا ست عمر بص الامير وقال ها كنت بتقول ايه اصلا نسيت ولا حاجة يا عمر انت حر بس يوم ما تحب تتكلم ابقى كلمني ايوه هو ده الكلام قعد بقى وسليني ريم كانت معدي من قدام الورشة دخلت وقالت السلام عليكم ازاي كست عمر وازاي كامير اهلا وسهلا يا انسة ريم وامير قال لها اهلا يا ريم اتفضلي شكرا يا امير تسلمه انا بس هستأز نصط عمر اني اطلع زاكر مع نور شوية وطبعا عملت كده لانها نفسها تشوف عمر يا تستأزني البيت بيتك يا انسة ريم اتفضلي طبعا تسلم من كل شر يا رب وفعلا سابتهم بطلات امير قال ايه ايه طب انا هطلع تغدى ازاي دلوقتي جرى ايه يا ابني انت على طول جعان كده الشهادة لله يا عمر انا بستنى اليوم اللاجي فيه عشان اكل انت متعرفش اكله نور بينزل على قلبي قبل بطني ده كلام كبير قوي مش هاخد بيه دلوقتي دي الحقيقة يا صاحبي وانا طول عمري صريح وفجأة سمع صوت حد دخل الورشة وقال السلام عليكم امير قال ابا ابو الكرم كله انت فين يا راجل وحشني اكرم قال فدني يا صاحبي وسلم عليه وحضنه حبيبي يا اكرم وحشني اوي والله اكرم حضنه قال وانت اكتر يا عمر والله عمر قال له فينك يا ابني الفترة دي كلها كلمتك كتير اوي تليفونك مقفول وسألت عم صبحي عنك قال انك سفرت تتدرب في مكتب هندسي طب مش تقول يا راجل مبراحة علي يا أسطى الموضوع كله ان تليفوني ضاع او اتسرق الله اعلم امير ضحك وقال انت مكسوف يا كبير انك تقول انك اتخذت على افاك واتسرقت اكرم ضحك وقال الله يا حلقك يا شيخ دايما انفضحني كده عمر ضحك وقال ما تسكت بقى يا امير خلاص يا اكرم سيبك منه وكمل ها بعد ما اخذت على افاك واتسرقت ايه اللي حصل وكلهم فتحوا في الضحك واكرم قال وحشتوني يا ولادي الايه والله وقعدوا سوا وقت كبير وتكلموا كتير وصمم انهم يطلعوا يتعشوا معاه وفعلا طلعوا عمر فتح الباب وقال يا نور يا تقى اكرم وامير معايا تقى في قضيتها قلبها دق بسرعة وما كانتش عارفة ليه يا فرحانة بوجود اكرم نور فرحت جدا وريم قالت لها امير طب انا مشي بقى ها اصل كده هبقى عزول نور ضربتها وقالت لها اخراس يا بيت عزول لي مين يا بيت علينا الكلام ده وربنا انتي بتمتي فيه نور بستت لها وضحكت وسكتت وتقى خرجت سلمت على الشباب تقى مدت ايديها الاكرم وهو سلم عليها وضغط على ايديها ضغطة صغيرة كأنه بيضمها القلب تقى بكسوف قالت حمد الله على السلامة يا اكرم عمر باستغراب قال ايه ده انتي كنت تعرفي انه مسافر لا اه ده انا سمعت من الناس في الحارة اكرم كان بيحاولي خرجها من الموقف وقال شفت الناس كلها عرفة الاصحابي والله يعب عليكم عمر قال لا فيدي بقى عندك حق حقك علينا يا كبير انا هدخل غير هدومي واطلعلكم البيت بيتكم طبعا وسبهم ودخل اكرم بصل تقى وقال هو انتي عرفتي منين يا تقى اني سفرت سمعت فعلا ولا سألتي وهتفرق معاك يا اكرم ما تتصورش هتفرق معايا ازاي بصراحة سألت عليك لما بقيتش اشوفك اكرم فرح قوي وبصلها بحب كبير امير كان قاعد ونتابع كل اللي بيحصل ده تقى من دراعها وقال وانتي تسألي عليه ليه ها يا بي انا انا خلاص يا امير ما تبقاش رخم بقى امير سابها وهي يا جريت دخلت المطبخ اكرم قال ممكن افهم انت مضايق ليه دلوقتي امير خرج البلكونة واكرم خرج وراه اكرم انت عارف ان توقدي تبقى اختي وانا مش معترض على حبك ليها بس انها تسأل حد في الحر عليك ده هيفتح مجل الكلام والناس مش هتسكت اظن ان انت نفسك مش هيرضيك حد يتكلم على بنات الصاوي باي كلمة مش كويسة فدي عندك حق بس ما كانش ينفع انك تحرجها يا امير كممكن تتكلم معاها زي ما انت بتتكلم كده وكنت فهمتها امير نفخ بديق وسكت نور دخلت البلكونة وقالت ازايك يا اكرم عاش من شافك اهلا يا نور ازايك تسلامي يا رب ازايك يا امير اهلا يا نور اذا مالك يا امير في ايه لا ابدا مفيش ها مش هنتعشى ولا ايه نور كشرت وقالت ماشي يا امير اكيد هتتعشى سواني والاكل يكون جاهز امير ضحك وقال نور انا مش عايز عاشة عاشة ها انا عايز اكل من غدا النهاردة نور ضحكت وقالت حاضر من انايا يا ابن خالي امير بحب قالها تسلم عيونك يا بيت عمتي وفضلوا واقفين في البلكونة لحد ما عمر خرج من الحمام وقعدوا كلهم على الصفرة ومعهم ريم عمر قال منورين والله وخصوصا اناسة ريم شكرا يا عمر والكل بدأ اياكل لكن عمر سرح فناء وحس ان ما فيش اكل ليه طعمه من غيرها والداء انه وصل للمرحلة دي وسب الاكل وقام نور بالله فقالت له ما لك يا عمر قمت ليه انت الحق تتشبع ماليش نفسي يا نور كمل انت طب عشان خطري انت ما بقتش تاكل كويس يا عمر والله شبعت الحمد لله عادي انت يكملي اكلك وسبهم ودخل البلكونة نور بصت الامير وسكتت ودخلت المطبخ وامير اميغسل ايد ودخل المطبخ وكان واقف ساكت ممكن افهم ما لك يا امير انت في حجم دايقك ولا ايه وانت عرفت منين ان في حجم دايقان يا نور باين عليك جدا يعني ما حستيش بيا امير ما تقول بقى وبطل طريقتك دي انا مش زعلان يا نور بس مرهق من الشغل وصحيح تسلم ايدك الاكل جميل كالعادة وهو انت كلت اصلا انت ما كملتش اكلك يا امير لا انا كملت الحمد لله تقى دخلت وكانت بتفضي الاطباق نور خرجت تنظف معها هي وريم امير قال تقى انا مش عايز مواقف زي اللي حصل دايح سلتاني انت فهمه والله يا ابي انا ما سألتش ده الكلام حصل قدامي بالصدفة فدخلت في الحوار لكن ما سألتش مخصوص ماشي يا تقى انا بنبه عليك وبس انا مش هسمح لحد ان يجيب سرتك انت او نور باي كلمة يا ريت تحاولي تسيطري على وطفك شوي اكرم محترم وابن ناس وما عنديش اي اعتراض عليه لكن ما ينفعش نعمل حاجة تسيق له عمر حتى لو بكلمة انت فهمه حاضر يا ابي واي حاجة تتكلمي فيها ومكسوفة تقولي لعمر انا موجود كلمين على طول حاضر يا ابي ربنا يخليك لي يا رب انت اختي وحبيبتي يا بيت يلا بقى عشان ما حدش يلاحظ حاجة في فيلا السويفي نغم رجعت وطلت على وضيتها على طول اترمت على سريرها وفضلت تعيات بهسترية وقامت ووقفت قدام المراية وقالت لا يا عمر مش هسمح لك تبعد عني انا عارف انك بتحبيني انا عمري ما تخيل حياتي من غيرك لا مش هتبعد يا عمر مش هتبعد ورمت ازيزة برفان في المراية كسارتها ورمت نفسها على السرير ومن كتر التعب والتفكير والعياط رحت في النوم جميلة طلعت من قضيتها وقالت سعاد يا سعاد تحت امرك يا ستة هانم هي نغم ما جاتش ولا ايه لا يا هانم الستة نغم جات وطلعت على قضيتها على طول طب اتغدت يا سعاد لا يا ستة هانم قالت انها مش عايزة تاكل ماشي يا سعاد روح يشوف شغلك انتي دخلت لنغم قضيتها وقالت الازلز متكسر اتخضت وجرت على نغم وفكرتها ماما عليها نغم نغم حبيبتي مالك نغم فوقي ايه ايه يا مامي في ايه جميلة هديت شوية لما شفتها بتتكلم ايه يا نغم ايه انتي ايه حبيبتي اللي من ايامك كده حرام عليك يا بنت وينلي قصر الازلز بالشكل ده خضتيني عليك غصب عني يا مامي ازازة البرفان خبطت في المراكة صارتها او انا من تعب نمت بهدومي هو انتي مقتنعة انتي بتقولي ايه يا نغم انتي بجد احوالك مش عجباني خالص ولازم يبقى لي وقفة معاك خلاص يا مامي ماشي بس يريت بالاش دلوقتي انا بجد تعبانة ومحتاج انام يا بنتي تكلمي معاي هو انا بكل ما اكلمك تقولي لا نام مامي لما يبقى عندي استعدادة تكلم هتكلم ممكن بقى تخرجي وتقفلي الباب وراكي كده يا نغم ماشي يا بنتي براحتك وفعلا خرجت ونغم مسكت تليفونها وما كانتش عارفة هي ليه عايز تسمع صوت عمر وفعلا جابت رقم عمر ورنت عليه اتصلت بيه بس قفلت على طول عمر كان واقف في البلكونة بسرحان في نغم فجأة تليفون ورنت وكانت هي اللي بتتصل عمر قالبه دق بسرعة واستغرب ليه قفلت بالسرعة دي ابتسم وقرر انه يكلمها بحجة انها ممكن تكون محتاجة في حاجة بس الحقيقة انه كان هيموت ويسمع صوتها عمر اتصل ونغم شافت الاسم ما بقتش عارفة تتلمع على عصابة ونغم مسكت تليفونها وما كانتش عارفة هي ليه عايز تسمع صوت عمر وفعلا جابت رقم عمر ورنت عليه اتصلت بيه بس قفلت على طول عمر كان واقف في البلكونة بسرحان في نغم فجأة تليفون ورنت وكانت هي اللي بتتصل عمر قالبه دق بسرعة واستغرب ليه قفلت بالسرعة دي ابتسم وقرر انه يكلمها بحجة انها ممكن تكون محتاجة في حاجة بس الحقيقة انه كان هيموت ويسمع صوتها عمر اتصل ونغم شافت الاسم ما بقتش عارفة تتلمع على عصابة خدت نفسها وردت الو ايوة يا عمر ايوة يا نغم انت اتصلت علي وقفلتي فاقول تكلمك يمكن تكوني محتاجة حاجة وعشان ما تقوليش اني مش بعملك زي نور وطوقة لا شكرا يا عمر لا اهتمامك انا بس دست على الاتصال غزب عني اسفلها وعطلتك وعمر سكت ومردتش عليها ما كانش عارف يقولي اكتفى بس انه يسمع صوتها نغم برضو سكتت وكانت مكتفية بانها تسمع صوت عمر ونفذه نغم بحب قارد عمر ايوة يا نغم اقسم بالله بحبك قوي عمر سكت وما كانش قادر يقولها انه بيعشقة عمر انا عارف انك بتحبني ووثقة من ده جدا عشان كده مش هتخلى عنك بسهولة عمر انا مش عايزة من الدنيا غيرك مش عايزة لا فيلال ولا عربيات ولا فلوس ولا سلطة ولا جاه ولا اي حاجة خالص من لنا فيها انا كل اللي عايزها انت وبس انت ليه مش قادر تصدقني نغم انت رصها صغيرة وصدقيني كل دي اوهام انت ليه ديت لنفسك الحق انك تحكم على مشاعري وافكاري انا بس اللي قدر احدد اذا كانت اوهام ولا لأ طيب ممكن تقول لي هل حبك ليه كمان اوهام في دماغك عمر سكت وما كانش عارف يرد عليها ما ترد علي يا عمر انت كمان عايش في اوهام لا يا نغم انت اللي عايش في وهم اني ده انت حتى مش قادر تقولها عمر حتى الوهم مش قادر تنطقه نعم صدقيني في مصلحتك البعد بلاش تعيش في الوهم بلاش يا نغم فكري في رد فعل والدك او رد فعل والدتك صدقيني انت كده هتخسري كتير يا سيدي انا اللي هخسر مش انت انت ليه متدايق انت ليه واخد كل حاجة ببساطة ليه محسساني اني مش هبقى انا السبب يا بنتي فوقي وفكري بعقلك مرة واحدة احسبيها من كل النواحي يا نغم بس انا بحسبها بقلبي بس بس ده غلط لان مش في كل الاحوال بيبقى صح القلب انا زهقت من المناقشة دي خلاصت الموضوع يا عمر انت عايز نعمل ايه عمر سكت ومعرفش يرد عليها يقول ايه ما تقول يا عمر عايز نعمل ايه عايزك تفوقي يا نغم وتشيل الاوهم دي من دماغك وانا بقى بقولك حضر يا عمر بس لما انت تبقى البطل تحبني صدقني هتلاقيني انك من البطل تحبك سلام يا عمر يا صاوي وقفت تستكى في وشه عمر بصل التليفون وضحك اقسم بالله مجنونة بس بحبها امير دخل وقال ولما انت بتحبها بتبعد ليه عمر اتفاجئ وقال لان الظروف ضدنا امير وعشان خطري ما تحاولش تقنعني بحاجة انت مش مقتنع بيها بس يا عمر انت مش عارف ربنا مخب ايه بس لازم ناقلها قبل ما نتوكل على الله يا امير وبكل المقديس علاقتي بنغم ما تنفعش لا هي تقدر تعيش في حارة ولا نقدر اجيب فيلا ولا ابوها يوافق بكده جيب انا اقلها وادوس على قلبي عشان ماهنش نفسي ولا تكسر قدام حد فهمتني يا امير فهمتك يا اخويا ربنا يكتب لك الخير يا عمر قعدوا كلهم وبعض شوية وبعدين كل واحد راح على بيته وبعد شهر من القطاع للتصالات والمقابلات بالنغم وعمر وفي اخر يوم امتحانات نغم وطوء كانوا خارجين طوء قالت هيا يا نغم طمينيني عملت ايه الحمد لله كله تمام يا طوء انت عملت ايه لا انا ان شاء الله امتياز يا ربي يا حبيبتي ربنا يكرمك معلش بقى يا نغم هسيبك النهارده لان بصراحة عندنا حفلة في البيت حفلة؟ حفلة ايه؟ اصل بصراحة عيد ميلاد ابي عمر النهارده وقلنا نعملها المفاجئة ونعمل حفلة صغيرة على قدنا كده بجد؟ عيد ميلاد عمر النهارده؟ طب كل سنة وهو طيب وانت طيبة يا حبيبتي هتعرفي تيجي يا نغم؟ بلاش يا طوء ده احسن ليه ولي ماشي يا نغم بروحتك طب انا مضطر ايسيبك وامشي بقى لا استاني ان انا هوصلك على اول الحرة وامشي على طول انا مش عارف اخرت ده كله ايه يا نغم؟ خير اخريته خير ان شاء الله يا طوء وفعلا وصلتها طوء نزلت من العربية ومشيت شوي وعمر كان واقف قدامه ورشيته بيحمل طلبية وشاف طوء قرب منها وقال لها هيا طوء طمينيني عملت ايه في الامتحانات؟ كله تمام يا ابي ما تقلقش امتياز ان شاء الله الحمد لله يا حبيبتي ان شاء الله امتياز طبعا يا ابي ومش هتنازل عنه كمان ولا واثق يا حبيبتي عارف مين وصلني يا ابي مش عايز اعرف يا طوء دي حالتها وحشة قوي يا ابي وصعبانة علي بجد يا ريت بلاش نتكلم في الموضوع ده حاضر يا ابي اطلعي بقى كميلي تنظيف مع نور لانها من الصبح قلب الشاء ومش عارف هي تعبى نفسها كده ليه انا لو فاضي كنت ساعدتها والله طل عمرك راجل وشام ربنا يرزقني بواحد زيك يا ابي يا رب ربنا يسعد قلبك حبيبتي يا رب وفعلا طلعت وعمر خلص تحميل الطلبية وخد حسابه ودخل الورشة قعد على الكرسي وكان بيتكلم مع بلية ياه 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 يا بلية دي كانت طلبية تقيلة بس الحمد لله ربنا ساعدنا وقف جنبنا وخلصناها البركة فيك ياستى عمر لا يا بلية اوعى تقول كده البركة في ربنا ثم فيه وفيك ربنا كان معنا في كل تفصيلة ومجهودك ما قدرش نكيره ابدا وعشان كده ليك مني مكافأة مكافأة مرة واحدة لكل مجتهد النصيب وانت اكتهت يبقى تاخد نصيبك خذ يا سيدي ألف جنيه اهو غير يوميتك معايا بجد ألف جنيه مرة واحدة ياستى عمر ده انا مكنتش احلم بكده ابدا انت جدع يا وديا بلية وراجل بجد روح بقى فرح والدتك وهتلاها اللي ناقصها من يد مع دمها ابدا ياستى عمر ربنا يعمر بيتك يا رب وساب وطلع يجري عمر ضحك وطلع على محل الموبايلات واشترى تليفون لتقى عشان يتطمن عليها على طول وكفايات اجيلة حد كده لانه كان عايز يجبه لها من زمان بس الظروف ما كانتش يسامحة ولستا كان خارج من المحل تليفون ورن لكن ما ردش ورجع رن تاني اضطروا ان يرد قالوا نغم بصوت مخنوق قالت عمر أرجوك يا عمر ممكن تقابلني في الكافلة هبعط لك اسمه دلوقتي ليه يا نغم فيه ايه ألف مشكلة كبيرة قوي يا عمر ومش عارف حلها بليز يا عمر انا بس تنجد بيك عمر رجع البيت بسرعة ودخل قالوا كان بينادي على تقا تقا يا تقا تقا طلت من قضيتها بسرعة خير يا قبي في حاجة عمر قرب منها ودالها علمها تفضل يا حبيبتي ده موبايل جديد علشانك علشان عرف اتطمن عليك ايه ده بجد حبيبي يا قبي تسلم يا رب انا انا بحبك قوي ونضعت على نور بالفرحة نور يا نور طب بص يا حبيبتي افراح براحتك مع نور انا بس وراي مشوار مهم هعمله وبقاجي نكمل فرحة مع بعض لا يا قبي ما تمسيش والنبي انا لما صدقت خلصت امتحانات عشان اقعد معاك عشان خطري بقى اجل المشوار ده اسف يا تقا بجد ما اقدرشي وانتي كده معطلاني وسبح ودخل قدته عشان يغير هدوم نور خرجت من قدتها وقالت ايه يا عمر انت مستعجل كده ليه وهو ايه المشوار اللي هتروحه عمر تردد وسكت ياه هو اصعب انك تقول نور سبيني دلوقتي ولما ارجع هحكيلك وفعلا راح غير هدومه وفي لمح البصر ماشي وكل ده ونور وتوقع كانوا مرقبينه في الكافيه وصل عمر وكان بيدور في كل مكان زي المجنون على نغم والقلق كان هيموته بص بعينيه على كل الترابيزات ملاقاش نغم فتح تليفون وكلمها وفعلا رد الو ايوا يا عمر انت فين يا نغم انا وصلت ومش لقيكي خالص ما تلاقش يا عمر انا قربت على الكافيه خلي بالك من نفسك يا نغم انا في انتظارك وانا هجيلك حالا يا حبيبي وقفلت على طول وهو قلبه تشال من مكانه لمجرد الكلمة بس وحس انه خلاص ما بقاش قادر يصبر على حبه ليه اكتر من كده لكن للأسف الظروف ما تنفعش عمر كان قاعد ومستني وحس انها تأخرت وجه الجرسون وقدم له قهوة وبعدها شاي ولسه عمر هيكلم نغم بص الافيه بلونات كتير بتنزل من السقف ونوره توقى دخلين بتورتة كبيرة ووراهم امير واكرم عمر وقف في مكانه وما كانش فاهم اي حاجة وفجأة اشتغلت اغنية ودخلت نغم ولبسه في استان تحفة وكأنها ملكة جمال متوجه خطفت قلب عمر ومبقاش قادر يسيطر على عواطفه نغم قربت منه وبصت في قانيب حب وعشق ما لهمش حدود وبدأت اغنية شيرين حب وجنة نغم كانت بتلفة حواليه وبتشاور على كل كلمة قربت توقى ونوره حضن وعمر لكن هو عنيه مع نغم وإحساسه ومشاعره متابعينها هي وبص نغم وقفت وصاده وكملت سماع الأغنية وهي بصة في عينيه والأول مرة يسيب ايد نوره توقى ويقرب منها وعينيه كلها حب وفرحة وعشق ويمسك ايديها ويبصها لدرجة ان نغم كان هيغم عليها وبصوت عالي قالت بحبك يا عمر يا صاوي عمر ابتسم وكان نفسه حضنها جامد لكن ما كانش قادر واكتفق انه ضمها بعنيه وقلبه وفي نفس اللحظة قالها بعشقك يا نغم نغم عملت زي اللي هيغم عليها وقيت على توقى وقالت أخيرا أخيرا يا عمر نطقت أخيرا يا أخي ده انت طلعت روحي أمير وأكرم قربه من عمر وسلمه عليه وقاله كل سنة وانت طيب عمر بعد ان فهم قال أنا عايز أفهم هو إيه اللي بيحصل ومسك نور وقال لها هو أنا يا بيت مش سايبك في البيت وسط المياه والصابون والمستحات إيه اللي جابك هنا بالشياكة دي أمير ضحك وقال غفلتك يا كبير ده تمويه عمر ضحك وقال نعم تمويه أكرم ضحك وقال أخيرا الجه اليوم اللي تتغفل فيه عمر يا صاوي لو من مين من أخواتك عمر ضحك وقال أنت شمتان فيه يا عم يا عم روح تشطر على سرعك خليني ساكت والكل ضحك نغم قالت أنا هقولك يا عمر عمر بصيلها وعني فيها كلام كتير قوي وقال لها وأنا سامعك يا نغم حياتي نغم حست إن قلبها يقف من الكلمة وقالت وأنت عمري كله يا عمر أنا بجد بعشق كل تفاصيلك طيب ها فاهميني إلا حصل قبل ما اطور عليك نغم دحكت وبدأت تحكي فلاشباك نغم وصلت عند تقى تقى سابتها ومشيت واتصلت على نور أيوة يا نغم نور أنا وصلت تقى الحرد لوقتي وإحنا في الطريق اتفقت معنا على حاجة ووقفة بس على موفقتك خير يا حبيبتي أنا عرفت أنه النهاردة عيد ميلاد عمر أنا عايزة أنا اللي أعمله يا نور أرجوك يعني سبيلي الفرصة دي نفسي عبر بيها عن حبي العمر ممكن يا نور طب إزاي يا نغم أنت عايزة نعمل ليه ونعمله بص يا ستي هروح كافية وظبط كل حاجة معاه وهحجز المكان هناك ساعتين بس وهتصل على العمر وقوله أني فيه مشكلة وبستنجد بيه أنا بسقى أنه مش هيتردد يساعدني بعدها هستنى شوية لحد ما تيجي أنت وتوقع وأمير وأكرم وانفجأ كلنا ويا ستي هنشترك كلنا في الحفلة عشان عارفة أنكم حساسين قوي من الناحية دي ها قلت إيه نور ما كانتش عارفة تعمل إين زكتت وكانت بتفكر عشان خطر يا نور دي فرصتي الوحيدة نفسي أشوف وعد معي نور قوي نور حاسب بيها وبحبها لعمر وكنت واسقة أن عمر بيقاشقها مش بس بيحبها ووفقت خلاص يا نغم أنا موفق حبيبتي أحلى نور ما تحلمش منك أبدا أنا هلح أزبط كل حاجة واتصل بيك سلام يا عمر وقفلت مع نور نور اتصلت على أمير وفهمته اللي هيحصل وأمير كلم أكرم وعد عليهم بعد نزول عمر وأخدهم وطلوا على الكافيه نرجع للوقت الحالي نغم حكت كل دا لعمر وعمر كان متفاجئ وعمر ضحك وقال يا ولادل ايه كل دا من ورايا بتوعا قالت بس ايه رايك يا أبي مش بزمتك احنا جدعان عمر ضحك وقال لها جدعان جدا لو انتي بتمثلي قوي لو النبي يا أبي قاعد معنا شوية بتوعا ضحكت وكلهم ضحكوا بفرحة وقطعت طرطة والكل قاعد على تربيزة أما عمر ونغم قاعدوا على تربيزة لوحدهم نغم قالت ايه عمر ما قدتش معهم ليه عايزك لوحدك بس يا نغم نغم قال بعدق بسرعة وما كنش قادر تاخد نفسها وبسط لو اتكسفت وعمر ضحك وقال لها اقولك على حاجة وما تزعليش قولي يا سيدي اول مرة اشوفك مكسوفة من كلمة طلو عمر الجريئة يا بيت اخصى عليك يا عمر انت بجد رخم انا اه جريئة بس برضو بنتو بتكسف يعني وعمر ضحك قوي على شكلها وقال خلاص خلاص حقك علي يا قلبي انا بس بجد انا بعشق جرقتيك اكتر ما بعشق كسوفك كل حاجة فيكي خطفتني يا نغم لأول مرة احس اني بتسرق من نفسي وابقى ملكي لحد تاني انت فعلا خطفتيني يا نغم نغم من فرط فرحتها ما كانتش قادرة تتكلم ولا تنطق واكتفت انها بتبصل وتسكت ايه مش عايزة تقولي حاجة يا نغم ها اه مش عارفة يا عمر مش لقي كلام يوصف اللي انا حستاه وانا حاسس بيكي لان انا كمان مش لقي كلام يوصف اللي جواي عارف يا عمر انا بتمنى ايه عارف طبعا طب ايه بقى يا صاوي بتمنى ما بعيدش عنك ابدا وافضل امانك وستندك في الحياة صح ايه ده طب ازاي انت بجد ازاي عشان انا بحبك يا نغم واكيد نفس اللي بتتمانيه انا كمان بتمنى وعشان كده كنت عارف امنيتك من قبل ما تقوليها يا ابني هحبك اكتر من كده ايه انا بجد تعبت بالسرعة دي ده احنا لسه بنقولي يا هادي لا انا قضي اني تعبت من كتر حبك كل ثانية تفوت علي حب ديك بيزيد اضعاف شوف بقى بحبك قد ايه حلو مطلع لغنية ده ما كنتش عارف ان حببتي احساسها علي قوي كده اه لا بجد كده كتير علي يا رب بقى انا حبيبة عمر الصوي لا بجد مش قادرة عمر بصح اوالي بحرج وقال بس يا مجنونة وطي صوتك فضحتينه نغم بتوهان قالت كده كتير علي يا رب بقى انا حبيبة عمر الصوي لا مش قادرة بجد عمر بصح اوالي وقال لها بس يا مجنونة فضحتينه امير من على الترميز اللي جنبه قال محتاجة مساعدة يا نغم احنا موجودين والله بس بلاش الفضائح دي والنبي نغم بدحك قالت له بطل فصلاني يا أمير وبعدين شيل ودانك من هنا ها عيب عليك وعمر ضحك قوي وقال مش هتسلك يا أمير أمير ضحك وقال له يا ابني انت معك واحدة ما يقدرش عليها الله ربنا لنا الله جميعا والكل ضحك وقاضوا اجمل وقت مع بعض وخرجوا كلهم من الكافي بتوع قالت اه تقولوا هالروح احنا خلصنا امتحنات وبصراحة كده عايزة تمشى وشم هوا وما حدش يقول لا نور قالت وانا معاك قلبا وقالبا نغم قالت وانا بضم صدي ليكم طبعا أكرم قال وانا معكم جدا عمر قال خلاص يعني هي جات علي يلا بينا نتمشى أمير قال وانا مروح بقى سلام عليكم أكرم وعمر مسكو من قفاء وقاله استنى هنا رايح فين والكل ضحك أمير قال احب دايما نعمى بقى غير الناس نغم بهزار قالت لا وحيتك تحب دايما تبقى فصيل أمير ضحك وقال لها الله يسامحك يا حاجة أسعد معرفت اشترابي وضحكوا كلهم ومشوا في بيت حامد كانت ابتسمت نرفزة ورايحة جاية وحامد كان قاعد ببرود بيتفرج على التلفزيون قاية كانت خارجة من قضتها واستغربت والدتها ماما في ايه مالك رايحة جاية كده ليه اسكوتي اسكوتي ان شاء الله ابوك هيموتني نقص عمر ليه ماما ايه اللي حصل ابتسم خدت ريموت التلفزيون من حامد وقفالته حامد بصلها ابن نرفزة وقال لا انت كده بتجيبي آخرك معايا انت عايز ايه بالضبط يا ابتسم بقى انت عايز نوافق على نور نور يا حامد نور لا ده لا يمكن يحصل ابدا حامد بن نرفزة قال لها ومالها بقى نور بنت محترمة وبنت ناس ودكتورة صيدلانية قد الدنيا ده غير ابنك بيحبها وعايزها عايز ايه اكتر من كده لا يا حامد كل ده ما يهمنيش تقدر تقولي نور دي حليتها ايه بقى بعد ما ربنا كرمنا نقوم نحن للاصل الواطي ونجاوز عيالنا منه اهو ده لا يمكن يحصل ابدا والله ما فيه اصل واطي غيرك انت الطولة ناس بواحد زي عمر الصاوي انا متمناش لابني احسن من نور لان من وجهة نظري ما فيش احسن منها لا فيه يا حامد فيه احسن منها بكتير بس انت دايما بصص تحت رجليك ماشي يا ابتسام ممكن بقى تقولي مين خليني معاك للاخر نغم نغم اسعد السويفي حامدت صدم لما سمع الاسم وقايا فرحت وشجعت الفكرة لانها كانت عايزة تشيل نغم من دماغ عمر وتبعدوا عنها باي طريقة نغم وقصدك نغم زميلة طوقة ايوه هي نغم زميلة زفتة طوقة هي نغم تبقى بنت رجل الاعمال اسعد السويفي طبعا ملو جمال وحسب ونسب وحاجة تشرف بصحيح انا شفتها كذا مرة لكن عمري ما فكرت ولا لاحظت اسمها خالص بس حتى لو تفتكري بنت الحسب والنسب ده هترضى بابنك والردية طبوها يرضى على قال ابن حسن من ابن الصاوي وايه لقت عمر بالموضوع ده ايه قالت اصلحنا شكين ان نغم تكون مواجبة بعمر يا بابا عشان كده ماما قالت ان امير اكيد احسن منه انتو مجانين وبتقولوا اي كلام انا عمري ما وافق على كده ابدا ولا اعرض نفسي لأي احراج انتو ازاي بتفكروا كده وهو انت حد قالك هتتكلم مع حدي يا حامد انا اللي هتكلم واعرف رأيهم وهقولك لو ما فقين هنروحوا نتقدم ولو لقي يبقى خلاص يا دار ما دخلك شر يا ست انت بتفهمي ازاي بقولك امير بيحب نور تقوليلي نغم بصي عشان انا ازهق لو ابنك اقتنع بيقوليلي وانا ان شاء الله هوافق جاتكم القرف صدعتوني وسابهم ودخل قطو ابتسام بسط لقايا ووش اهمة ليه ان شر وقالت يا ناهم هو الموضوع ده لا يمكن يحصل ابدا كل الشباب قرروا انهم يتمشوا على الكرنش شوية وفعلا ضل حصل وكله تحرك من هناك نغم قالت انا دايما بشوف في الافلام انهم بيأكلوا دورة وترمس انا بقى عايز اكل كده عمر قال لها عيوني ليكي بس كده احلى دورة وترمس لا احلى نغم تسلم لعيونك يا نور عيوني نور بدحكي قالت اهم حد بينادي عليها هنا لا يا نور خليكي في حالك الكل دحك ووتو قامت مع عمر تجيب دورة امير كان قاعد بصص للنيل وهو سرحان نور قربت منه وقالت ملكي امير سرحان في ايه سرحان في لحظات السعادة اللي احنا عايشينها دي ومش عارف لي خايف من بكرة انا عمري ما شفتك كده يا امير لكن ايه اللي مخوفك قوي كده امير بصلها واركز في عينيها وقال خايف نخسر اجمل لحظات عشناها يا نور خايف تكوني مش ليا وده اللي مش هقدر يستحمله ابدا نور اتصدمت وزكتت امير بحب قالها بحبك واكيد انت عارفة ده بحبك وعايزك ملكي انا وبس مش عايز حد يشاركني فيك كان بيبصلها وبيحاول ليفهم رد فعلها وكمل وقال ايه يا نور ما كنتش حسابيه ومشاعري من وحنا صغيرين لا بس 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 ايه يا نور قولي الجواكي وانا على استعداد اني اتقبله ايان كان نور بصت له سكت امير كان بيحاول يستفزدها علشان تعترف بحبها وقال بداية مش مبشرة بص يا نور انا عايزك تقولي اللي جواكي قولي انك مش عايزاني قولي انك مش بتحبيني قولي كل اللي جواكي دلوقتي بس يا امير اسكت انت ايه بس هو ايه اللي مش عايزك وايه مش بحبك ايه ده يا امير فيه ايه امير بخب سألها انا عايز اعرف يا نور وسكتك ده موترني بصراحة انا بصراحة قلبي هيقف ومش عارفة اقول ايه قولي مش بحبك يا امير سهلة خالص هاي اصلها بتركيز وقال ايه قلت ايه نور كانت بتاخد نفسها وكأنها طالعة دورة عالي ما كانتش قادرة تتكلم لا بجد عايز اسماعها تاني امير بالله عليك قلبها يعف مش قادرة ده انا اللي قلبها يوقف لو ما قلتهاش تاني بحبك يا امير واقزن بالله ما هعيدها تاني امير دي حجامد وقال لها هاهاها لا خلاص وانا كفاية عليك كده انا بجد اسعد مخلوق على وجه الارض نور الصوي بتحبني انا ياه اخيرا بقى اخيرا بحبك يخرب بيتك نور تصدمت ودحكت جامد وقالت هاهاهاها والله مجنون امير قرب منها شوية وقال مجنون بيك يا امير تحبي انا نور دحكت وحست انها ملكة على عرش امير الحديدي اكرم كان بيرخم على تقى ونغم وعمر كان اشترت ترمس وهو رجع بص على نور لقاه واقفة مع امير ومدمجين في الكلام حس بغيرة وقرب منهم وقال ايه يا نور مش الافضل انكم تيجوا وتقعدوا معنا ولا في موضوع مهم بتتكلموا فيه نور تكسفت ونزلت وشها في الارض وقالت لا يا عمر ما فيش حاجة انا همشي حالنا هو وفعلا مشيت عمر بص الأمير وقال وانت بقى واقف ولا جاي معنا أمير بص له بلوم وقال لا يا عمر جاي معاك وبلاش بصتك دي لانك عارفني كويس ومن غير اي مقدمات انت عارف وحس بيا كويس او يا عمر يا اخويا امير ما تزعلش مني بس غصب عني اخوتي بخاف عليهم اوي حتى من نفسي وبعدين انت اكتر واحد عارف انهم هم بالنسبة لي ولادي مش بس اخوتي انا ضحيت بكل حاجة عشان هم يا امير ارجوك ما تزعلش مني فهمك يا عمر انا بس زعلت من بصة اللوم وكايني واقف بضحك على عقل نور حاسيت اني قليل اويش نظر نفسي عموما يا عمر اكيد لنا كلام مع بعض بس مش وقته يا بطل ومش عايزين نكسر فرحتك بنغم عمر ابتسم وقال طول عمرك راجل وسند يا امير امير بصله بحبه وقاله انت اللي احلى سند يا صاوي يلا بينا وقضوا الصهرة مع بعض في جوه كله ضحك وليب وحب وما كانش في جد خالص وكانت نغم مع كل خطوة بتتصور صورة مع عمر والكل تصور مع بعضه وكانت اجمل لحظات الكل قضاها في فيلا السويفي اسعد كان قاعد في مكتبه في الفيلا ودخلت عليه جميلة وقالت ايه يا حبيبي هتفضل قاعد هنا كتير هو هيبقى شغل الصبح وشغل بالليلي اسعد اوه معلش يا حبيبتي كان شغل لازم يخلص واتفاقات مع شركات حاجات كتير كده متعبة لكن الحمد لله قربت اخلص ربنا يعينك يا حبيبي يا رب انا ما شفتش نغم النهاردة هي لسه ما جاتش ولا ايه ايه يا سيدي اصلها جات من الجامعة وغيرت دمها ونزلت تاني قال ايه في حفلة عدميلاد هتحترع مع اصحابها وهترجع مش هتتأخر اصل النهاردة كان اخر يوم امتحانات وهي كانت مضغوطة قوي في المذاكرة قلت سيبها تمام تمام ماشي يا جميلة بعد اذنك عمليلي فنجان قهوة يزبط دماغي اللي هتنفجر دي من عناية اللي اتنين حالا يكون عندك تسلم عيونك يا حبيبتي وتليفونه رانو برسالة واتساب اسعد فتح الرسالة وتصدم من اللي شافه الشباب كلهم قضوا اجمل وقت مع بعض امير قال ايه يا جماعة مش نوين ترجعوا بيوتكم ولا هنقضيها صياعة تقالت تصدق يا ابي امير انت فعلا فصيل لمؤاخذة يعني في الكلمة كلهم ضحك وامير قال لا يا حبيبتي لما اخذتك معاك هو انت لا سمح الله غلطتي انت شتمتيني بس اكرم ضحك وقال والله ده اقل واجب يا امير انت شايفنا فرحانين وجاية تقول للروح بجد انت فاصيل نغم بصت له وضحكت وقالت يعني انا ما غلطتش بقى النور بالضحكة قالت يا جماعة امير مش معترض ان تقع شتمته امير معترض انها قالت يا ابي ايه لازمة الاحترام بعد الشتيمة عمر ضحك وقال عندك حق هي فعلا دي اللي دايقته عموما حقك علينا يا ام امير بعد كده لما نحب نخرج ما تجيش معانا اصلنا مش نقصين فصلان امير قال لا والله الحفلة كده شكلها علي النهاردة ماشي يا عمنا غلطان وفعلا همشي عشان ما افصلكمش تاني ولسه كان هيمشي الكل جيري عليه ومسكه اكرم قاله استنى يا عمر رايح فين انت ما صدقت ولا ايه احنا بنهزر يا كبير نغم قالت دي القعدة ما تحلاش اللي بيك يا امير امير بهزر قال لها قولي والله كده نغم ضحكت وقالت والله كده بقولكم يا جماعة كفايا يا هزار بصراحة كده امير عنده حق الوقت اتأخر ولازم نغم ترجع بتا نغم زالت وقالت ايه يا عمر انت زهقت مني ولا ايه انت عارفة ان عمر ما زهق منك ابدا كل الحكاية انا مش عايز حد يضايقك حتى لو بكلمة لكن لو علي اعود معاك العمر كله يا نغم تقى مستلت انها بتعزف وقالت تي را 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 يا سلام عظمة على عظمة نغم اتكسفت وعمر بصلت وقبله وتقى سكتت ساعتها اكرم كان بيحاول يداري على احراج تقى وقال ايه يا عم كبت البنية وانا بصراحة كنت مستمتة بالمقطوعة اللي بتعزفها وبصلت وقال كملي كملي ما تخفيش تقى بصت لأكرم وسكتت عمر قرر انهم لازم فعلا يمشوا لان الوقت كانت اخر اكرم قرب من تقى وقال اوه تزعلي من عمر يا تقى بس بجد انا كنت مستمتع بعصفك تقى بصت له وبتسمت انت صدقت نفسك ولا ايه يا اكرم انت بتحاول تداري احراجي صح اكرم بحب كبير ابتسم ابتسمة خفيفة وبص بعيد تقى قالت ما لك يا اكرم صرحت في ايه لا ولا حاجة يا تقى يلا عشان ما حدش يدايق وفعلا كلهم ركبوا نغم ركبت عربيتها ومشيت في فيلا السويفي اسعد استلم رسالة واتساب وفتحها وصدم من اللي شافه دخلت جميلة بالقهوة وقدمتها له اتفضل يا حبيبي قهوتك هاي اسعد كان بصص في التليفون وما كانش بيرد جميلة باستغراب قالت له اسعد يا اسعد في ايه طميني مالك بصص كده اسعد بصلها بصدمة وقال انت قلت نغم فيني يا جميلة فعد ميلاد واحدة صحبتها ليه اسعد ادها التليفون وقال يا ترى هي دي بقى صحبتها جميلة خدت التليفون واتفرجت على الفيديو اللي كان عبارة عن تصوير كل الاحداث اللي حصلت في الكافية وواضح جدا حب نغم لعمر جميلة بصت بصدمة وقالت انا مش فاهمة حاجة هو مين ده وفتكرت وقالت ايوة ده عمر اخو صحبتها في الكلية ومين عمر ده وبيشتغل ايه ومن عيلة مين عشان بنتك تتعامل معاه بالشكل ده جميلة كان بتحاول تهدي اسعد وقالت ايه ده بس يا اسعد الموضوع اكيد فيه سوق فهم احنا نستنى لما نغم تيجي وهي توضح لنا ونفهم اللي حصل بس هو مين اللي بعت الفيديو ده للأسف معرفش رقم غريب واتصلت بيه مردش ده معناه ان حد من اعدائي وحابب يشمت فيه وانا لا يمكن اسمح بده ابدا خدت ليفون منها بخانقة واتصل بنغم قالو ايا بابي انت فين يا نغم نغم استغربت طريقة والدها وقالت انا في الطريق يا بابي خلاص خمس دقايق واوصل هو في حاجة يا بابي مالك لما توصلها تعرف يا نغم ياريت ما تتأخريش انا خلاص دخلة على الفيلا حالا يا بابي سلام اسعد قفل بدون ما يرد عليها السلام جميلة كانت قاعدة في المكتب بتدعي ربنا يعديه على خير لان شكل اسعد غير مبشر بالخير خالص نغم وصلت وعم شوق البواب فتح لها البوابة دخلت وراكنت العربية ودخلت على الفيلا زينب الخدامة كانت خرجة من الوبخ وقبلت نغم نغم قالت زينب هو بابي فين في المكتب يا ست نغم طيب هو في حاجة مضايقة ولا ايه والله يا ست هنم ما عرفش هو من ساعة ما جي من الشركة هو في مكتبه اوفف ماشي يا زينب روح انت يكملي شغلك ودخلت نغم المكتب على والدها اهلا بالاستاذة المحترمة كنت فين يا نغم كل ده هو فيه ايه يا بابي ايه اللي حصل بصراحة طريقة حضرتك مش عجباني ولا مش فهما في ايه طريقتي مش عجباك وقرب منها وقال ممكن اعرف بنتي المحترمة كانت فين ولا مش من حقي بابي حضرتك عارف اني مش باحب الطريقة دي ومامي كمان عارفة عارفة اني كنت في حفلة عيد ميلاد ايوة عيد ميلاد مين بقى هو 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 ايه اللي عيد ميلاد مين يا بابي عيد ميلاد مين اللي كنت فيه اظن السؤال سهل عيد ميلاد اخو واحدة صاحبتي فيها مشكلة دي اسعت فتح تليفونه ووجهه لنغم عمر مش كده نغم برقت عينيها بصدمة وقالت بنرفزها ايه ده وازاي ده احصل هو حضرتك بترقبني يا بابي ولا ايه لأ طبعا بس من الواضح اني لازم ارقبك من هنا ورايح وليت رقبني ويه الغلط في الفيديو الغلط كبير يا نغم وعنادك ده اخرتي مش كويسة ممكن تفاهميني من ده وعيلت ومين ومعا ايه ويملك ايه ولا هو ايه واحد وخلاص نغم بدموع وصوت مخنوق قالت انا كل ده ما يهمنيش وبعدين انت ليه ما سألتش اخلاقه ايه كل الهمك عيلته وقفلوسه بس هيعملوا ايه عيلته وفلوسه لو اخلاقوا وحشة هيعيشوني مرتاحة وسعيدة ومسحت دموعها وتنهدت وقالت لو ده تفكيرك احب اقولك انه غلط لان عمر الفلوس ما بتبنيه سعادة والرسل عليه الصلاة والسلام قال اذا جاءكم من ترضونا دينه وخلقه في زوجوه اللم تفعلتكم فتنة في الارض وفساد عريض يعني النبي صلى الله عليه وسلم وص على كده لا جاب سيرة عيلة ولا سيرة فلوس وانتي بقى هتعلميني الدين ولا ايه من الواضح اني دلعتك كتير يا ست نغم ودل مش هسمح بيه بعد كده الولد واخته تقطع علاقتك بيهم تماما وإلا هيبقى ليه التصرف تاني يا نغم انتي فهمه بابي انت زي بتدي اوامر من غير ما تسمعني جميلة قربت منها وقالت النغم يا حبيبتي يسيب بابي دلوقتي لحد ما يهدها وبعدين بيكلمي براحتك ويصدقين هيسمعك نغم بصيت لها بدموع وجريت على قضيتها وما كانتش عارفة لو بابها صامة منها هتبعد هل هتقدر تبعد هل فعلها ممكن هتعيش من غير عمر رفضت الفكرة بسرعة وقامت تدخل الحمامب وتغير هدومها في بيت الحديدي امير كان داخل من الباب وكانت ابتسام وقايا عادين امير قال السلام عليكم ابتسام قالت وعليكم السلام حمد الله على السلام يا حبيبي وبصت لها وقالت ام يا بيتي يا ايا حضري لاخوك العاشة امير كان مستغرب من الترحيب غريبة دي كمان هتعشوني ده اكيد الموضوع كبير قوي بقى لا طبعا يا حبيب موضوعي الكبير انا بس ما قاعدتش معك من زمن وعايز اخد ودي معك في الكلام امير بصلها باستغرب وسكت وابتسام قالت ما تقوم يا بيت تحضري لعاشة ييه طيب هو انا الشغالة بتاعتكم وقامت بديق لكن امير مسكها لا امت قوميش انا مش جعل انا محتاج بس اتخل ارتاح وانا ابتسام قالت ترتاح ايه بس ومسكته من ايدي قعدته على الكرسي وقالت اقعد بس عايزك في الموضوع ايوة انا قلت ان الموضوع كبير خير يا ستة الكل اشجين يا وادا انا عايز افرح بيك واشوف عيالك بتلعب حوالي حرام يعني لا طبعا يا ستة الكل مش حرام ان شاء الله هتفرحي قريب يعني انت ناويتي تجوز طبعا يا ماما يعني هعنس جنبك ولا ايه انا ابني حبيبي عمرو ما يعنس ابدا ده مفيش واحدة ما تتمنيش امير الحديدي امير دحك وقرب من امه وقال لها بقولك يا ماما من غير مقدمات وتعظيم وتمجيد ادخلي على الموضوع على طول ايه قالت بصراحة يا امير ماما جايبالك حتة عروسة انما ايه امر امير امو افقال ده هو الموضوع كده طب بص يا ماما عشان نبقى واضحين عروستي انا اللي هختارها بنفسي وما فيش اي حد اللي يدخلف ده اظن فاهمين كلامي ايه قالت طب اعرف هي امين الاول يا امير وبعدين اتكلم صدقني هتعجبك قوي وانا ما يهمنيش هي امين حتة لو ملكة جمال انا ما يهملاش عيني غير واحدة بس اظن كده كلام خلص هبتسام وقفت متعصبة وقالت وطبعا الواحدة دي تبقى نور مش كده ولا ايه ماما انتي عايزة ايه بالزبط عايزك تخرج البت دي من دماغك خالص لقى انا على جستي لو ده حصل يا امير بقى بعد ما اكون مختار للك نغم بتقى سعد السوافي تقول لنور الصوي الكحيانة دي امير اتصدم وقال لها بس 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 نغم مين انا مش فاهم حاجة يا حبيب انا عايزة مصلحتك بقى بزمتك في وجه مقارنة بين نور ونغم نغم بتلحسب والنسب عيلة وجمال ومال تسيبها عشان نور لا انتو اكيد مجانين نغم مين اللي هتجوزها انتو بتهزروا ابتسامة نرفزة وقالت له ما تحترم نفسك يا وديتا ولاحظ انك بتكلم امك طب اقلوا الكلام قبل ما تقولوه نغم دي اخر واحدة ممكن افكر فيها وكده بقى يبقى الكلام خلص فعلا ومش هسمح بقى اي كلام في الموضوع ده واسبهم ودخل قطه ابتسامة مشي طراب خانة وقالت استنى هنا انا لسه ما خلصتش كلامي امير دخل قطه هو مخنوق ولف الام وقال لها انت عايزة اي يا ماما ارحميني بقى انا مش هتجوز الله نور ومش هفكر غير في نور ومش هحب غير نور عايزة ايه تاني وانا مش هوافع على نور دي ابدا لو هموت انت فاهم ولا لا حامد قام وخرج من قطه هو سامع كلامه دخل قطه يتامير وقال فيه ايه ويه الصوت العالي ده وبصل ابتسام وقال لها اتي مش هتقال يا ابتسام امير باستغراب قال ايه ده يعني انت كنت عارف يا بابا اللي هما بيقولوه ده حامد قال له سيبك منهم يا ابني غير هدومك وارتح وخلي الكلام بعدين امير بعصبية قال بعدين هو ايه اللي بعدين الكلام لازم يخلص دلوقتي يا بابا ويطلع من دماغهم نهائي نغم من دي لها فكر انك جوزها دي لو اخر واحدة في الدنيا لا يمكن يحصل ايه بخبس قالت ايه وطبعا عشان بتحبه عمر مش هو ده السبب يا امير امير قرب منها بعصبية ومسك دراعها وقال وانتي مالك بتحبه ولا لا وبصل ابتسام وقال ماما شيلي من دماغك الكلام ده خالص لانه مش هيحصل وارحموني بقى سيبونا نام ماشي يا امير بس اخد بالك بقى اني لا يمكن هوافق على جوازك من نور انت فاهم ولا لا وثابته ومشيت وقايا بصت له بغيس وخرجت امير بصل حامد وقال له بابا اوعد كون موافق على اللي بيقوله ده انا بجد هتصدم لو ده حصل حامد قرب من امير وطبطب على كدفه وقال له امير هو فعلا عمر بيحب نغم وده يهمك فيه يا بابا يعني لو عمر ما كانش بيحبها ممكن تجاوزها لي امير يا حبيبي انا عمر ما اقف ضدك في حاجة المفروض انها تكون من اختيارك انت غير بس لو اختيارك كان غلط اما نور دي عمرها ما تكون غلط ابدا امير تناهد بارتياح وقال الحمد لله طب ليه سألت عن حب عمر لنغم علشان انا بفكر بعقلي يا ابني يعني ايه يا بابا امير يا ابني عمر لو فلن بيحبها يبقى حكم على نفسه بالوجع فكر بعقلك وانت تعرف اقصدي انا هسيبك تنام وترتاح وعايزك دايما تبقى عقل عمر لما بيستخدم قلبه فاهمني يا ابني امير سرح في كلام حمد وسكت عند عمر عمر ونوره تقى رجوا ودخلين الشقة بيتحكوا بيهزروا نور بسط لعمر وقالت مبسوط يا عمر تقى قالت ولما قبي ما يبقاش مبسوط تفتكري منها يتبسط يعني عمر خبطها على دماغها وقال ماشي يا غلبوية وبص النور وقال بجد مش قادر اوصف لك فرحتي يا نور حاسس اني الاول مرة افرح من قلبي بجد ابنا يستد قلبك يا حبيبي دايما توها قالت يا رب يا نور بسرحة البتة امرايا وتتحب عمر سرح في نغم وكان نفسه يدخل يكلمها ويسمع صوتها حالا وقال لإخواته طيب يا بنات انا هدخل ارتاح شوية من تعب اليوم تصبعه على خير نور بخب سقالت بدل كده دا احنا لسه هنكمل السهر عمر بصلها ورفع حجبه وقال تصبحي على خير يا نور نور وتقب دحك قاله وانت من اهله يا حبيبي عمر دخل وغيره دومه وتوضى وصله ولسه بيمسك تليفونه علشان يكلم نغم كانت هي بتتصل عمر بصل التليفونه وبتسم بفرحة انها حاسة بيه ورد وقال قاله نغم حياتي نغم تهت في صوته ونسي ادقتها وسرحت فيه كأنه قدامها عمر ابتسم لانه كان متخيل حالتها نغم حبيبتي سكتة ليه صوتك وحشني بجد انت وحشتني اكتر يا عمر انت عارف انا بجد ببقى واحدة تانية وانا معك انا فعلا مستغربة نفسي قوي طب ممكن افهم بقى واحدة تانية ازاي بحس اني طايرة اول ما شوفك ولما اسمع صوتك بحس اني ببقى منعزل عن العالم كله ومكتفي بيك التوبس انا فعلا مش عايزة غيرك انت والله بحبك انت والحبه كله انت شكلك متأسرة بشرين قوي لا يا عمر انا متأسرة بحبك انت واي كلمة تعبر عن زرة حب ليك بقولها ليك على طول عمر سكت وكان سرحان فيها ومتخيلها قدام عمر سكت ليه سرحان في اجمل صوت وصورة شفتها في حياتي يعني صوتي عجبك معاني ما غنتش اصلا عمر فقل الواقع وحب يغير الموضوع وقال صحيح يا نغم عملت ايه لما رجعت الفيلا نغم افتكرت اللي حصل ونبرت صوتها اتغيرت وقالت بخنقة ولا حاجة يا حبيبي طلعت قطي وغيرتي هدومي وكلمتك عمر فهمت غير نبرت صوتها وقال اتي متأكدة ان ده الله حصل يا نغم ايه اه هيكون ايه اللي حصل يعني نغم ممكن نتكلم جد شوية ولا ما عندكش استعداد دلوقتي نغم حسد بالخنقة لانها عارفة ان عمر هيبتدي تكلم بالعقل وهي رفض الدخل العقل دلوقتي خالص عمر بلاش تمقوت اي لحظة حلوة بيننا سيبنا نعيشها وزي ما تيجي دي هو انت عارف انا كنت هقول ايه امر يا حبيبي انت بطبعك عقلاني اوي واكيد هتكلمني بالعقل والمنطق وانا حاليا قلبي هو المتحكم يبقى ليه تهدم اللحظة دي نغم انا خايف تضيعي مني في كافي كان فادي واشرف قاعدين مع بعض فادي قال اسكت يا كبير اما كانت حتة حفلة انما ايه بس اللي عايز اعرفه انت هتعمل ايه بعد ما بعدت الفيديو لابوها اكرم رجع بيته ودخل قطه اتوضى وصل وليست بيسلم كان صبحي ابو واقف على البد حرمان يا حبيبي ايه يا ابني اتأخرت كده ليه اكرم قام وقال جمعان يا حج ان شاء الله معلش يا بابا كنت مع امير وعمر ليه يا ابني هو في حاجة ما تقلقاش كده يا حج دا عيد ميلاد عمر كان النهاردة فاكننا بنفرحه وكان معانا نور وطوقة كمان ربنا يسعد ولادكم يا ولاد عمر ابن حلال ويستهل كل خير وانا مليش دعوة ولا ايه حج صبح يا ابني انا لساني مش بيبطل دعا لك يا اكرم ربنا يفرحني بيك ويرزقك كل اللي بتتمنى يا حبيبي ايوه اركز على الدعوة دي يا حج ربنا يرزقني بالله اتمنى طب ما تعرفني يا ابني بتتمنى ايه عشان ادعي بضمير ها لا يا حج بتمنى حاجات كتير قوي يعني ادع انت بس وربنا هيتقبل يا رب يا حبيبي بس اتعالى هنا اقول لي انت مش خلصت عينت في شركة كويسة وربنا رزقك بشغلانا كبيرة مش ناوي تفرح قلبي وتتجاوز ولا ايه يا بابا اصبر بس اضبط اموري واعمل شقة كويسة اكيد اللي هتجاوزها دي يعني هطرفت تيجي تعيش هنا واكيد ليه يا ابني هي الشقة وحشة لسامح الله ولا عشان انا موجود فيها انا عارف اني حبل تقيل عليك بس غصب عني وما حدش عارف عمره هيخلص امت اكرم جري على والد ومسك ايده وبسها وقال بعد الشر عنك يا حج انا والله ما قصدتش وبعدين انا حتى لو نقلت فرجلي على رجلك انا عمري ما سيبك ابدا انت كل عيلتي اوعى تزعل مني يا بابا والله ما قصد اللي في دماغك ده ابدا ربنا يرضى عليك يا ابني ويسعدك خلاص يا حبيبي بس هرجع وقولك ما تحملش نفسك في قطعتك وبعدين بنات الحرة كلهم ولاد ناس يعني وبيرضوا بالقليل اختار لك واحدة منهم وانت ألف واحدة تتمنىك وان شاء الله ربنا هيبارك لك فيها اكرم اتناهت بواجع وقال حاضر يا بابا ان شاء الله لما نوي هقولك ماشي يا ابني ربنا يصلح لك الحال تصبح على خير يا حبيبي وانت من أهله يا بابا خرج صبحي لكن رجع بوصل اكرم تاني وسأله واضي يا اكرم ايه رأيك في توقع ونور اخوات عمر الصال ادب واخلاق وجمال ويتقلوا بالده اكرم قلبه دق بسرعة واتلخبط في الرد ودأكد لصبحي ان ابنه حطت عينه على حد فيه صبحي اتسم بفرحة وبصل اكرم ومشي اكرم اتناهت بارتياحه ابتسم ونام على السرير وصرح بصورة توقع اللي ما كانتش بتفرق خياله عنده عمر وعمر كان بيتكلم مع نغم نغم انا خايف تضيع مني نغم والدموع نازلة منها لكن حاولت تداري في صوتها ليه بتقول كده يا عمر انا عمري ما تخلى عنك ابدا عارف يا نغم انا عمري ما تعلقت بحد بالشكل ده ولا تخطفت كده ابدا حاسس انك بتسرقيني من نفسي وللأسف مش قادر اسيطر على ده ليه يا نغم ليه خلتيني احبك ايه يا عمر اتنا ندمان انك حبتني وبعد الليه نبرة الاحباط اللي في صوتك دي انا مش ندمان ولا عمر راندم يا نغم بس الظروف ضدي في كل حاجة تفتكري والدك هيقبلني عيلتك هتقبلني انا حبيتك وانا عارف اني هدخل في حرب كبيرة قوي وعندي استعداد ليها بس خايف اخسرك صدقيني انا مش هقدر اتحمل الاحساس ده ابدا يا نغم نغم حاولت تلطف المخرف وقالت وهي بتحاول تمثل انها عادي ومش فارق معها جرى ايه يا عمر ما كنتش عرف انك كئيب كده انت وصلت انينا خسرنا بعض كمان سيبها على الله يا عمر ان شاء الله هتعدي بس سيبك انت برغم ان كلامك بيوجع قوي بس فرحني قوي فرحك وإن لي فرحك فيه فرحني انه اكد لي ان انا اخترت الانسان الصح الانسان اللي ممكن يحارب الكون كله عشان اللي حبني من قلبه بدون حتى ما يفكر في العواقل بس انا خايف عليك يا نغم خايف ما تستحمليش العيشة معايا اوقات كتير الحب عمره ما بيكون كافي انه يسعد قلبيه ودايما للحياة بيبقالها حسابات كتير احنا مش حاسبينها صح انت فاهماني نغم حسد بخلقة في قلبها وقالت بالله عليك يا عمر بلاش العقل الزيادة عن اللزوم ده انت لسه معترف لقى بحبك النهاردة سيب نفرح عشان خطري عمر تنهد وسكت سكتت ليه ولا انت لازم تتكلم كلام يخنقني يا عمر لا يا نغم انا مش هتكلم كلام يخنقك انا عايز ابدأ معاك على نور واحنا في اول الطريق وتفتكر اننا لسه في اول الطريق يا عمر انا عن نفسي وصلت لأقصى درجات حبك وما عنديش استعداد ارجع انت ليه بتصعى بيها علي يا نغم انا فعلا مش هتحمل بعدك وهفضل طول من انت في بتولك خايف خايف اخسارك لاني بعشائك مش بس بحبك انت بالنسبة لي الامان انت بالنسبة لي الحضن اللي اتحرمت منه واللي لما ببقى مخنوق اترمي فيه وارتاح انت بالنسبة لي السكينة انت اللي بتكملي كل حاجة نقصة فيها يا نغم اعيزة بعد ده كله ما خفش نعم كانت مبتسمة من كلامه وحاسة انها طيرة وقالت بهمس وعيش انا بحبك يا عمر عمر قل بدأ بسرعة وابتسم وكان ساكل عمر بجد بحبك قوي وعملي بحبقى لغيرك صدقني يا عمر انا بثقى في ربنا ان ان شاء الله مش هيخزلنا ان شاء الله يا حبتي بس اعايز اقولك على حاجة قبل مأتل ياريت ما تجدبيش عليها تاني وتمثل انك كويسة انا عارف انه حصل حاجة بينك وبين والدك او والدتك والحاجة دي دايقتك بس عايزك تعرفي اني هحس بيك وهفهمك من اول حرف التنطاقين نغم كانت مصدومة وسكتة خالص او عمر ابتسم وقال يلا يا نغم بلاش تنحي اكتر من كده وزي ما قلتلك انا فعلا بحس بيك سلام يا حيات عمر وقفل وهي لسه مش مستوعبة اينا فعلا حس بيها حضنت التيفون ونامت وهي في قمة ساعدتها اما عمر فنامه هو بيفكر فيها وبيدى ربنا انه يجمعهم ببعض عند امير امير سرح في كلام والده وانه لازم يكون عقل لعمر لما يستخدم قلبه وخاف على عمر من اللي ممكن يشوفه لكن ما كانش عارف يتصرف ازاي لكن بعدها افتكر اعتراف نور لي بحبها وابتسم وتناهد بارتياح انه خلاص ملك قلب نور وغمض عينيه وراح في النوم وكان اصرت نور ما بتفرقش ابدا ايا كانت سرحانة مع عمر وازاي تقدر تخطف قلبه لكن كانت وصفة ان والدتها عمرها ما هتوافق بعمر ابدا لانها ما بتكرهش حد في الدنيا قد هو اخواتها لكن عمر مسيطر على تفكير ايه وما كانتش عارف اتخرجه من قلبها ابدا ابتسم ما كانتش عارفت نام بعد ما تكلمت مع امير واكد لها انه مش هيتجاوز غير نور لكن ابتسم قررت ان عمرها ما هتسمح ان ده يحصل ابدا وفكرت كتير مع نفسها وابتسمت ونامت في الكافي كان فادي قاعد وجنبه قشرة اسكت يا كبير اما كانت حتة حفلة انما ايه بس اللي عايز اعرفه انت هتعمل ايه بعد ما بعدت الفيديو لابوها لا يا حبيبي مش انا اللي هعمل ابوها هو اللي هعمل اسعد بيه عمره ما هيوفق بالمهزلة اللي بتحصل دي ده كان يتفضح في عالم رجال الاعمال انت متخيل بنت اسعد السوافي تتجاوز نجار دفضيحة يا ابني فادي قال له انا مش فاهم ليه الناس اللي زيكم بتفكر بالطريقة دي ماله النجار يعني انسان زي بقيت البشر اشرف بصله بخانق او قال انت هتقرفني وهفضل اتكلم وانت حمار مش فاهم حاجة قومي يا لان ازهقت منك وعايز اروح ما حاضر يا عم انت بس ما تزقش ناس غريبة بصحيح ومش هما الاتنين من الكافيه واشرف بيتواعد انه ينتقم من عمر ويختف من النغم النغم كانت نازلة افطر وقعدت على الصفر وكان اسعد وجميلة قاعدين جميلة بصت لاسعد وشجعت ويتكلم مع نغم نغم صباح الخير نغم من غير ما تبصله قالت صباح النور يا بابي هتفضلي زعلانك كده كتير ولا ايه ممكن افهم بقى لك اسبوع مش بتتكلمي معنا عادي يا بابي حضرتك اللي مش حابب تسمعني ولا تتكلم معي ففضلت ان اسكت لحد ما حضرتك ترد عني اسعد استقرب ردها وقال طيب يا ستي وانا خلاص رديت ممكن اعرف عايزة تقولي ايه لا كلامي دلوقتي على الفطار احنا نفطر ونشرب الشاي وبعدين نبقى نوعد في الجنينة ونسمع نغمتي حاببتي عايزة تقول ايه ماشي يا ستي يلا فطر يا نغم ونتكلم بعد الفطار وفانا الفطر وطلو قاعده في الجنينة اسعد قال هاي يا نغم عايزة تقول ايه يا حاببتي اول حاجة عايزة اعرفها انت فانا بترقبني يا بابي اصلي في جد دي هتفرق معايا قوي لا طبعا عمري ما فكرت رقبك امدا يا نغم لاني واثق فيك كويس قوي الحمد لله ممكن افهم الفيديو وصلك ازاي يا بابي هوا للدرجات ايجابتي كانت تفرق معاك على العموم انا نفسي ما عرفش والله مين اللي بعته واتصلت على الرقم اللي بعته لي بس للأسف مردش وبعدين يتقفل خالص وده معناه ان حد عايزيش مات فينا وخلاص نغم بنرفزة قالت بس عمر مش سبب للشمات يا بابي عمر الف بنت تتمنى انه يبصلها بس ده كفاية ادبه واحترامه وتربيته كفاية رجلته وتحمله المسئولية من صغره يا بابي انت لو تعرفت عليه بجد هاجبك اوي في تفكيره وفي اخلاقه وفي كل حاجة فيه اسعد كان سكت وبيسمعها وقال طب هو بيشتغل يا نغم نغم بتوتر قالت ها اه عنده ورشة نجرة بتاعته هو اللي بيدرها وبعدين الشغلانة مش هي اللي هتحكم على البني ادم يا بابي طب ومالك توطرت ليه لما سألتك اظن لو حسن ان الشغل مش هو اللي بيحكم على الانسان كان زمانك جاوبتي من غير ما تتوتري نغم بخاذق قالت لا يا بابي انا مش حسن انا واثقة انا واثقة ان الانسان مش بشغله الانسان باخلاقه ورجلته الانسان بتديونه واظني اني قلتلك حديث الاسول صلى الله عليه وسلم قبل كده انا اللي خلاني اتوتر هو رد فاعل حضرتك لاني واثقة ان مش هيعجبك كلامي وانا ما عنديش اي استعداد اسمع اي اعتراض من اي حد لاني واثقة في اختياري العمر وفخورة بيه جدا ومش هتنازل عنه اسعد اتسم بخانقه وقال يعني رأي ليكيو مالهوش لازمة صح لا طبعا يا بابي بس بس تسمح لي اقولك انه مش هيغير حاجة انا بحب عمر واثقة انه هو ده اللي هيقدر يسعدني من الواضح انه قادر يسيطر على عقلك وتفكيرك وجندهم لحسابه بابي عمر مش بالاخلاق دي عمر انبل من انه يضحك علي يا بابي انا قلت لحضرتك اللي عندي وحضرتك تقدر تفكر برحتك في كلامي وتحاول تقتنع به عن اذنكم اسعد بص الجميلة وجميلة كانت سكتة ومستغربة بنتها وحبها الشديد لعمر نغم قامت وثابتهم وهم في حيرة وما كانوش عارفين يقنوها ازاي انها تسيب عمر عنده عمر نزل ورشته وبدأ شغله وبالي كان متابع معه الشغل وبيتعلم منه كتير عارف يا ستا عمر انت بجد فنان انت احيانا وانت سرحان بتنحط في الخشب بطريقة حلوة قوي وبتطلع اشكال جميلة وده ممكن يكسبك كتير قوي بس انت دايما تقولي دي تسلية تسلية ايه يا اسطح اللي تطلع الحاجات الجميلة دي جرى ايه ود يا بالي انت حسستني اني فنان بجد كل الموضوع فعلا انه تسلية مش اكتر اسكو تيتا بس وبطل رغي كتير عشان نخلص اللي ورانا حاضر يا اسطح بس هستسمحك اروح اجيب كوبيتين شاي عشان نعرف نشتغل بما زاد ماش يا بالي اما انا مش هخلص من طلباتك وفعلا جري بالي على القهوة بس لاحظ حركة غريبة والناس بتجري راح وراهم وعرف ان عمر رمضان تعب ووقع قدام هرشته بالي جري على الورشة وقال قصط عمر يا اسطح عمر الحق يا اسطح عمر قام بخضة وقال في ايه يا بالي ايه اللي حصل عم رمضان تعبان قوي ووقع قدام ورشته ايه عم رمضان وجري من قدام بالي وقال هو بيجري خد بالك من الورشة على مرجع يا بالي في عناه يا اسطح حاضر وجري عمر ووصل لرمضان اللي كان ممدت في الارض وموهم عليه ومش عارفين يشيلوه عمر شال بمساعدة شباب الحارة ونبه على الناس يقفل ورشته وقال لدوده ويطلع ينادي على نور وفعلا نور وسل نور بخضة قالت خير يا عمر ماله عمر رمضان مش عارف بس وقع فجأة مش عارفيني السبب نور كشفت عليه بالسماعة لقيت انه النبض كويس وقست السكر بجهاز اياس السكر لقيته عالي اما الضغط فكان عالي برضه لكن مش خطير هاي يا نور طمينيني ايه ما تقلقش يا عمر عم رمضان بس مريض سكر ودوارد جدا يعني اكيد اعمل في نفسه واكيد ما بياخدش دوة للسكر انا هكتبله على علاج موقع دلوقتي وان شاء الله هيبقى كويس لكن لازم برضه يتابع مع دكتور اكيد هو هيكون اعلم بحالته منه صبحي كان داخل بيجري عمر عمك رمضان ماله طميني عليه يا ابن عم محمد والسته مبراهيم بلغوني انه تعبان اتطمن يا عم صبحي عم رمضان زي الفل لهو اهدى بس ان شاء الله خير يعني هو فاق لا يا عم صبحي بس هيفوق ان شاء الله النور بست لعمر وقالت له هات الدوة دا يا عمر وبإذن الله هيقوموا يبقى زي الفل صبحي قال تسلام يا دكتور ربنا يبارك فيك يا بنتي ويصلح لك حالك ويحفظك انتي واخواتك من كل شار عمر نزل وجاب الدوة فعلا وطلع عنده نور كانت علاقة المحلول لعم رمضان اكرم كان راجع من شغله وعد على ورشة من الاشحد وده لان بليا كان بيجيب الشاي وراجع على طول اكرم طلع لعمر وكان بيخبط على الباب وتقل فتحته قال بها دقة قول ما شافته اكرم ازيك يا اكرم هو عمر هنا يا تقى لا يا اكرم وعمر عند عم رمضان طب انا اسف للازعاج اصلا عديت على الورشة وما لايتهوش قلت اكيد هنا لا ولا ازعاج ولا حاجة انت اخويا زي عمر بالضبط اكرم ملامحة تغيرت وتقى لحظة دا وحست انها برضو دايقت من الكلمة لكن ما كانتش عارفة تقول له ايه اخوكي ماشي يا تقى تسلام انتي برضو في معزة اختي واكتر انا اسف مرة تانية عن اذنك اكرم نعم يا تقى في حاجة لا ابدا بس كنت عايزة اقولك ان عم رمضان تعبان عشان كده عمر عنده اكرم اتصدم وبلهفة وخوف قال تعبان هم في بيته دلوقتي طيب ولا فيه ايوا في بيته هناك هو ونور طيب انا هروح لهم حالا وقال هو ونازل على السلم بسرعة ادخل يا تقى وقف لي بباب عليك ها وما تفتحيش لحد قبل ما تعرفي مين اللي على الباب تقى ابتسمت لخوفه عليها ودخلت من غير ما ترد لانه كان بيجري على السلم على فتاعمه رمضان وعد اليوم الكل اتمن على رمضان وروح على بيته في فيلا السويفي اسعد عشان خطري حاولت احل الموضوع بعقلاناية انا ما عنديش استعداد اخسر بنتي الوحيدة اسعد كان سرحان وبيفكر وكان ساكت اسعد رد علي انت نوي على ايه ايه يا جميل انت عاملها مشكلة ليه انا كمان ما عنديش استعداد اخسر بنتي الوحيدة طب حلوة اوي ممكن تفاهمني بقى نوي على ايه انا لازم اقابله يا جميلة عمر تاني يوم الصبح سحي وصلى وخبط على النور وتقى في قضيته عمر دخل وقال ايه يا بنات متأخرين ليه كده النهاردة وفي حالة كسل يلا اوموا عشان تلحقوا جامعتكم تقى بدي قالت ابي عمر لسه بدري اوي سيبنا لابش واول لبي وبعدين هبقى قوم عمر قرب منها ولعب في شعرها بقى دي وقال اومي يا كسلانة ده يا دوب تتوضي وتصلي وتفطاري وتلحق تروحي الكلية ها يلا حاببتي اومي بقى نور قامت من النوم بسرعة وقالت ها انا اسف يا عمر انا بجد مش عارفة نمت كل ده ازاي سواني حبيبي وفطارك هيكون جاهز ما تتعبش نفسك يا عمر انا جهزت الفطار يا دوب تفطاري وتروحه على الكلية نور بصت لعمر بحبه امتنان انا مش عارفة هحبك ايه اكتر من كده يا ربنا ما يحرمني منك ابدا يا نور عيني وحضنته جامد وعمر قال لها انت اللي نور عيني وقلبي كمان يا حبيبتي توقب دي قالت لا والله وده اسمه ايدا ان شاء الله اللي يشوفكم كده يقول عليها مش اخطوكو لو الصغيرة كمان يعني مفهودة الدلة باللي عليكم بفتكروني في بحر المشاعر بتاعكم ده ها نور وعمر ضحكوا وعمر قال انتي احلى حاجة في البيت كله يا حبيبتي اخوكي توقمت جاري ونطط على عمر اللي مسكها وضمها الحضن حس كده بقى لازم تفهم اني بغير عليك اه فبلاش جو نور قلبي ونور عيني ونور قطي والجو ده ممشيش معايا ها وقد اعز رمان انظر قديني قلتا هو عمر كان بيتحك قوي ونور كانت وقفها هطق منها نور قالت نعم نور قطي ايه يا جازماندي انتي شايفاني كشاف ما تتلمي يا بيت وتكلمي كويس وضربتها على كتفها توقى بتمثيل قالت اه شفتي يا ابي بتضربني ازاي انا ماليش حد يدفع عني بقى عمر قال لها اه يا توقى اسمعك تقولي كده تاني حتى لو بهزار انا لسه ممتش يا توقى وحفضل جنبك وسند الطول ما فيها نفس انتي بنتي قبل ما تكون يختي انا اسف يا ابي انا بهزر والله ما تتأسفيش يا حبيبتي انا بس عايز اعرفك اني دايما معاك حتى لو على نور ها وبص النور وغمز نور قالت ماشي هعديها بس عشان البيت دي تسكت ونرحق ننزل الجمع يلا يا احلى حاجة في البيت قال احلى حاجة في البيت قال واثبتهم اخرج توقى قالت دي بتتريع علي يا ابي صبرني يا رب يلا يا توقى حبيبتي يلا ربنا يهديكم في فيلا السويفي جميلة قالت يعني انت ناوي تعمل ايه يا اسعد انا لازم اقابله يا جميلة طب ما تقولي نجم وتحدد معاك ويجي قبلك فيه لا لا انا اللي هروح قبله بنفسي طب انت عارف عنوانه او مكانه ايوة طبعا وبعدين يا جميلة انت تفتكر ان انا بعد كلام نغم عنه هسيب الموضوع كده لا طبعا انا بعدت راجل من رجالتي جاب لي كل حاجة عنه وعرفت قصة حياته من اول ما تولد لحد النهاردة طب وانت ايه رأيك فيه اسعد يعني عجبك ولا لا بص يا جميلة انا اللي عرفته عنه يذل انه انسان مكافح وراجل فعلا لكن للأسف ما ينفعش طب ليه اسعد اذا كان هو انسان فعلا وراجل ليه لا بص يا جميلة سيبي كل حاجة الوقتها يمكن ربنا يغير الاحوال هتروح له يا اسعد هز راسه بالاجاب ومشي جميلة رفعت ايديها لربنا ودعت وقالت يا رب استرها معنا يا رب وفرح قلوبنا واكتب لنا الخير امين في بيت الحديدي امير صحي من نوم وخرج برا القوضة وقال صباح الخير يا مامو هو بابا لسه مصحيش ولا ايه صباح النور يا امير لا بابا صحي يا حبيبي وفي الحمام تعال عود معي على ما يخرج امير قرب منها وقعد جنبها ما لك يا حبيبي شكلك تعبان اه والله يا ماما الفترة اللي فاتت كنت مطحون في الشغل بس الحمد لله عدت على خير طيب فكرت في كلامي ولا لسه كلامي يا ماما اصلي مش واخد بالي هفضل معك للاخر يا ابن بطني كلامي عن نظم يا امير ماما انا قلتلك مليون مرة ينسي الموضوع ده خالص انا هستنى اخر السنة دي وهتقدم لنور بشكل رسمي ده اخر كلام عندي واموس بها وده على جثتي يا ابن حامد على جثتي لو اتجوزتها التفاهم على جثتي ايا كانت خرجة من قضيتها وقالت ايه يا ماما صوتك علي كده ليه هو احنا مش هنخلص من الموضوع ده بقى لا مش هنخلص يا ايا مش هنخلص لحد ما اخوك يعرف مصلحته ويسمع كلامي بس انا زهقت وواصق ان امير لا يمكن يغاير رأيه فريحي نفسك بقى واسيبيه براحته ماشي ماشي يا نور يا نا يا انت بقى ماما بقولك ايه ما تيجي الروح النادي النهارده انا زهقت جدا ماشي يا ايا يمكن نلاقي جميلة هنم ونحاول نجسة نبضها برضو برضو يا ماما فيش فايدة فيك مهانا مش هرتحل لما اميري يشيل البت دي من راسه انت فاهمة ولا لا في بيت اكرم اكرم صحي وتوضى وصلى ولبس هدومه ونزل من غير فطار لانه كان متأخر وراحت عليه نومه عمر كان واقف بيفتح الورشة وندح عليه اكرم يا اكرم اكرم قرب من عمر وقال خير يا عمر صباح الخير صباح النور يا بش مهندس ايه مالك نازل كده بسرعة ليه متأخر والله رحت علي نومه وتأخرت عالشغل طيب يا حبيب الله يعينك امشي انت عشان ما عطلقش ليه يا عمر هو انت كنت عايزني في حاجة ولا ايه لا والله ابدا انا كنت عايزك تيجي معاين اتطمن على العم رمضان لكن خلاص بقى اتطمن علي انت بعد ما ترجع من الشغل ماشي يا صاحبي بسلملي علي انت بقى على ماجي تقى نزلت وسلمت عليهم وقالت صباح الخير يا جماعة عمر قال لها صباح الفل يا تقى يلا الحقي جماعتك انت عشان ما تتأخريش اكرم بصلها وقال هو ممكن اوصلها يا عمر في طريقي انا كده كده بعدي من قدام كليته ماشي يا اكرم بس خلي بالك منها ها دفعنا يا صاحبي تقى بصت له بكسوفه ومشيت معاين ام ابراهيم بيعت الخضار قالت ربنا يباركلك فيهم يا عمر يا ابني انت تستهل كل خير يا حبيبي تسلم يا خالتي ويباركلك في ابراهيم ابنك وولاده يا رب يا رب يا ابني اسمع من بقك ربنا مالك يا خالتي زعلنا كده ليه ولا حاجة يا ابني نحمده علينا يا ست الكل فاتفاضي معايا يمكن اريحك الله يا ابننا ما عارف اقولك ايه ابراهيم ابني عليشك بخمس تلاف جنيه لواحد صاحبه والرجل بيه هدده انه هيحبسه بيه وانت عارف يا اخويا البرو غطا اهو قاعد عندي هو اولاده ومراته ومش عارفين يعمله ايه وانا ما بقيتش قادرة على كل ده تعبتي يا عمر يا ابني تعبتي والله عمر طب طب عليها وقال لها سيبيها على الله يا خالتي وهتتحل باذن الله بس خلي عندك يقين في ربنا انه هيستجيب له دعاك وانا معاك بعد ربنا ان شاء الله هتتحل ما تلاقيش يا رب يا ضنايا يا رب بقولك يا خالتي معلش يخلي عينك على الورش لحد من الوقت بيلي هيجي ها وانا هروح ابص على عم رمضان واتطمن علي وجه طوالي من عنايا يا ابني يا حبيبي ربنا يجزيك كل خير يا عمر عمر خبت على الباب وعم رمضان ام يفتح ببطع اهلا اهلا تعال يا عمر يا ابني ازايك يا رجل يا طيب وسند وقفل الباب ووصله لحد سريره ونايمه عليه تسلم من كل شر يا حبيبي عامل ايه النهاردة يا عمر رمضان طمني عليك اهنا بخير يا حبيبي طول ما انت واخوتك بخير طب يلا اوم بقى عشان تفتر وتاخد دواك ها انا جايب معاي سندويتشين عاملهم بأدية والله ربنا ما يحرمني منك يا ابني ويرزقك من وسع ويحقق لكل اللي تتمنى ويكتب لك الخير كله يا رب الله احلى دعوة دي يا عمي والله قم بقى وانا هسندك عشان تاكل ها وبعدين تاخد الدوا وفعلا قام واكل واخد الدوا وعمر عمل له شاي كمان واتطمن علي ونزل رجع الورشة وقعد عم رمضان يدعي كتير لعمر وعمر كان نازل على السلم والتليفون والان وعمر عينيه لمات بفرحة وقال حبيبتي وحشتيني انت اكتر يا قلب حبيبتك هعمل ايه يا عمر انا احسن من اي وقت لان اسمعت صوتك اي نغم قلبي ياه انا بدأت عيش بحبك يا عمر هههه عيش بحبك ازاي يعني يعني انا فعلا بعيش بحبك وبتنفس حبك وقلبي بيدق باسمك وحياتي كلها اساسها وكانها انت ها عايز حاجة كمان عمر ضحك وقال هاهاها لا كده رضا والحمد لله نغم ضحكت جامد وقالت هاها طب طب مني متعمل ايه دلوقتي انا لسه نازل من عند عم رمضان ورايح الورشة ادعيلي يا نغم ان الشغل يعجب الزبون اللي جايلي النهاردة بجد هتبقى نقلة كويسة قوي ليه انا بدعيلك من غير حاجة يا حبيبي ربنا يوفقك يا رب يا ربي يا حبيبتي بس ايه انت مش نازلة جامعة ولا ايه لا طبعا نازلة انا البستة هو وقلت لازم ابدأ يومي بيك انت قبل ما انزل واشوف اي حد تاني وانا يومي ما بيكملش غير بيك يا حتة من قلبي انت بخيل قوي على فكرة لا لو على وسيط ابي عمر ما تشغلش بالك انا هنزل وما تقلعش علي اكرم ضحك وحس ان في امل انها تكون بتحبه وحب يضغط عليها ويخليها تطلع لجواها بطريقة غير مباشرة وقال لا يا طبعا عمر وصاني وقال لي خلي بالك منها وانا لازم انفذ وفعلا وصله ونزلت طبعا من التاكسي بنرفزها واكرم استأذن التاكسي انه ثواني وراجع يلا هو وصلك للباب طبعا مشت بخانق ووصلت للباب وقالت اعظني انت كده عملت اللي عليك اتفضل بقى وبقبلغ عمر انك حافظت على الامان سلام يا امين وثبته ومشت وهو ضحك جدا على منظرها وكان في قمة الفرحة من رد فعلها راجع وركب التاكسي وطلع على شغله في الكلية عنده نور ريم قالت اه انا حاسة انه تعبانة قوي يا نور مش عارفة نفسي مكتوم ليه مالك يا ريم تحب نروح لدكتور لا يا حبيبتي مش مستهل ان شاء الله تبقى كويسة ايه يا ربي يا حبيبتي طب تعالي نقعد في الاستراح وانا هروح اجيبلك حاجتك ليها ريم راحت معها وقعده ومشت نور تجيب اكل ليه وفجأة حد شد شنطتها ولسه نور بتلف عشان تديله في وشه لقيته امير امير غطى وشه وقلب هزار ايه دي يا متوحشة انت مش للدرجات دي انت حرام عليك مش تقول اقول ايه بس يا شيخة هو انا الحق انا كنت هاخد كاف رباعي خماسي هجبني الارض رباعي خماسي ماشي يا امير المهم انت هنا ليه علشانك يا قلبي علشاني انا وهو انا في حد مطلع عيني غيرك ويسرق قلبي مني غيرك بقى انا سرق قلبك بس انا مش حرمية ها قلبك اللي جيها عندي الوحد لا يا نور انت خطفتي قلبي وسرقتي كما تدينت داني يا امير وزي ما انا سرقت قلبك انت كمان سرقت وسكتت امير قال ها كملي ما توقفيش عند اهم حت انا كمان ايه اقولي بالله عليك انت كمان سرقت قلبي يا امير ياه على ما تقولي كلمة حلوة بتطلعي روحي بس برضو بحبك يا نور نور بسط له ابتسمت وقالت يو نسيتني يا امير ريم تعباني وانا كنت جاي اجيب لها اكل لانه ممكن يكون عندها بوت الف سلام عليها خلاص عشان خاطر ريم بس هعزمك احك ويجاب اكل وراحوا اكلوا مع ريم وكل نظراتهم حب وعشة في فيلا الاسيوتي اشرف كان قاعد بيفتر وبيفكر يا تارا اسعد هيعمل ايه مع نغم الغريبة ان لسه بيشوفها مع توقف الكلية وكان مستغرب ده ازاي وطبعا سرحان في كل ده قربت منه نبيلة وقالت مالك يا اشرف يا حبيبي سرحان في ايه كده ها؟ اللي مفيش يا ماما علينا يا واد اكيد سرحان في نغم مش كده؟ تعب قلبي قوي يا ماما مش عارف اعمل لها ايه عشان ترضى عني وهي الطول حسب ونسب وعيلة وجمال ومال هي عايزة ايه اكتر من كده المشكلة ان كل ده مايفرقش معاه هي راضي يبقى أقل من كده بكتير قوي يعني هي في دماغها حد تاني؟ للأسف ايوه هو نجار كمان تتخيالي؟ ايه؟ نجار؟ يعني بنت اكبر رجل اعمال في مصر تسيبك التخريج الجامعة الامريكية وتتجاوز نجار؟ ده كان اسعد بيروح فيها اشك يا ماما مش عارف بجده هو ساكت ليه؟ يعني هو اسعد عارف؟ مش عارف انا بس شاكك يعني انه عارف اشك انه يعرف لانه لو يعرف عمره ما هيوافق بالمهزلة دي ابدا اشرف تليفون ورن ورد عليه قالوا ايوه يا فادي ايه عم انت مش نازل ولا ايه؟ دي مزيتك هنا من بدري بجد طب انا هركب واجه حالة بس اقول لي هي قعدة مع مين هتكون قعدة مع مين يا صاحبي اكيد مع صاحبتها شكل الفيديو ما اصرش مع ابوها وهيطنش انسى انا مش هسكت ولازم اعرف اللي بيحصل بالزبط بس ليه روء ان شاء الله خطت انت يا كبير وابقى عرفني هتعمل ايه؟ سلام يا كبير مستنيك سلام يا فادي وقفل وحرت وزادت اكتر هو ممكن اسعد يكون طنش اللي شافه فعلا ولا ايه بالزبط؟ نبيلة قالت اشرف اشرف ايه يا ابني انت مالك كده النهاردة مش على بعضك وسرحان ليه كده؟ اولا حاجة يا امي انا بس هسيبك دلوقتي ونكمل كلامنا بعدين ها؟ سلام يا حبي نبيلة بصت له بقلة حيلة وقالت سلام يا حبيبي ومشي اشرف على الجامعة وهو على نار انه يعرف اللي حصل في الورشة عند عمر ها يا بلية خلصت اللي في ايديك وكله تمام كله تمام يا ستا طب الحمد لله الراجل زمانه على وصول وفعلا الزبون وسط اللي وكان الراجل فتح الشركة وبيجهز اساسها كله طارق قال السلام عليكم ازايك يا ستا عمر؟ اهلا اهلا طارق بيه اتفضل ها يا ستا الشغل خلص ولا هتعمل زي الصناعية التانين وتقول لسا لا يا طارق بي انا كلمتي سيف ومعادي تزبط عليه الساعة على ما تشرب شايك هتكون الحاجة تحملت على العربية وده العشن برضو وفعلا حمله الحاجة على العربية بعد ما عجبت طارق جدا وكان مبهور بالشغل واتقانه وكافئ عمر مكافئة حلوة قوي وكمان كافئ بلية ومشي هو فرحان بالشغل وبصداقة عمر بلية قال يا هيستا انا كنت واثق ان باذن الله هيعجبه والحمد لله الشغل عجبه اكتر ما وكنت متخيل الحمد لله يا بلية ودي بقى اسمها اليقين بالله انك تبقى واثق ان ربنا مش هيخزلك ابدا طالما انت عملت اللي عليك واكتهدت فيه وطالما ربنا كرام لي وفرجها علي لازم نفرجها على كل محتاج التجارة مع ربنا عمرها متخسر ابدا يا بلية بلية بصله باعجاب وقال تعرف يا سطى انا بجد بتعلم منك كل حاجة جميلة تقربني من ربنا اكتر روح يا سطى اله ربنا يعمر بيتك وما يشمت فيك حد ابدا ولا يحوجك لحد ابدا يا رب يا بلية وسبه راح نحية ام ابراهيم ونزل على ركب جنبها وهي قعدة زعلانة ايه يا ام ابراهيم هتفضلي حزينة كده لامتا لحد ما ربنا يؤمر بيتك دي يا ابني طب ولي يقولك ان ربنا خلاص امر يا ام ابراهيم هرجع اشوف ضحكتك من تاني يعني ايه يا عمر يا ابني تقصد ايه وعمر ابتسم وطلع من جيبه فلوسه وفتح ايد ام ابراهيم وقال لها خدي يا خلتي دول خمس تلاف جنيه ديهم لابراهيم وخليه سد دينه وما يحملش هام ان يرجعهم اي وقت بعدين لما تفرج معي رجعهم براحته وربنا يفرج علينا كلنا يا خلتي ام ابراهيم دماؤها نزلت منها وما كنتش مصدقة اللي بتسمعها وكادة بتبص على الفلوس وشايتبص على عمر وهي مش مصدقة وعمر مسح دماؤها وقال لها خديهم يا خلتي وصدقيني اللي مع ربنا عمره ما يخسر ابدا ربنا يفرح قلبك يا خلتي يا رب ام ابراهيم قامت وحضنته بحب وعياتت جامد رح يا ابني الهي ربنا يصر طريقك ويوقف لك ولاد الحلال ويفتح كل السكك المقفلة في وشك ربنا يرزقك من وسع يا رب ويبرك لك في اخواتك يا حبيبي يا رب يا خلتي ولو احتجتي اي حاجة اوعيتك كسفة قوليلي انا ابنك برضو مش ابراهيم لوحده انت غلوتك من غلوت ابراهيم يا عمر يا ابني والله ربنا يجزيج كل خير يا حبيبي ورجع عمر الورشة وهو مرتاح وحاسس ان كده عمل ولو جزء بسيط من فضل ربنا عليه وفضل الناس اللي وقفت جنبه وساعدته في تربيت اخواته البنات ام ابراهيم يا ما كانت تجيب لهم خضار ومتاخدش فلوس وعام رمضان وعام صبح يا ما ساعد عمر سواء بفلوس او بكلمة حلوة او بجبر خاطر ودي احسن حاجة الواحد ممكن يتعمل بيها عمر كان سرحان في كل ده وفجأة وقفت قدام الورشة عربية احداث موديل ونزل منها الراجل وقال انت عمر الصاوي فالجامعة عند نور ريم قالت نور انا بجد مش قادرة حاسة اني تعبانة قوي من فضلك ساعديني رجع البيت حالا ايه يا ريم انت حاسة بايه تعمنيني لو تحب نطلع على المستشفى هيبقى افضل طبعا لا 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 مستشفى ايه انا هبقى زي الفل ان شاء الله بس ساعديني اني امشي امير قال طب قوميها يا نور وانا معايا العربية اوصلكم بيها الحارة واطلع انا على شغلي بس من رأيها يريم انك تروحي المستشفى وتتطمني انت فعلا وشي كاصفر قوي وشك تعبان جدا لا يا امير ارجع البيت بس وربنا يسهلها ولو لقيت نفسي تعبانها بقى اروح المستشفى شوية كده طب قومي يا حبيبتي قومي قومي وان شاء الله خير وسندتها نور وطلعوا برا الجامعة ركبوا كلهم عربية امير وطلعوا على الحارة في الحارة كان عمر قاعد سرحان في ذكرياته انت عمر الصاوي عمر وقفوا بلي قام من مكانه بخوف وعمر قال ايوه انا خير في حاجة اتفضل معايا الباشا عايزك في العربية انت مين وباشا مين اللي عايزني اسعد قال انا يا عمر اسعد به السويفي اظن انك عارف الاسم ده كويس مين اه اه تفضل طبعا حضرتك معايا فوق ده حضرتك منورني والله لا خلي المضايفة دلوقتي تاني انا عايز اتكلم معاك لوحدنا اتفضل معايا ده لو تحب طبعا عمر كان قلبه بيدق بسرعة وحاسس ان الدنيا بتضيق عليه لكن قاوم وقال طب ممكن حضرتك سواني بس اغير هدومي وانزلك اه طبعا تفضل عمر بصله بقلق ويسابه ومشي وبيلي طلع جاري وراه يصطع يصطع هو فيه ايه فهمني ها انا القلم الناس دي ما تقلقاش يا بيلي سيبها على الله وقال ربنا رايده هيكون ادعيلي انت بس ربنا يصطرها معاك يصطع ويطميني عليك يا ربي يا حبيبي يلا بقى ما تعطلنيش انت شايف اشكالهم عاملة ازاي سلام يا بيلي وخلي بالك من الورشة ها وبقى تطمين على العام رمضان حاضر يصطع وقال لنفسه حتى واتقال الان بتفكر في غيرك ربنا يديك على الدنيتك يصطع عمر وفعلا غير هدومه ونزل وركب مع اسعد وطلعه على الشركة وطبعا اسعد كان قاصد دي عشان يفرج عمر المستوى اللي نغم عايشة فيه واللي هم فيه وكانت شركة من اكبر الشركات وعمر كان مبهور بيها جدا اسعد دخل مكتبه وكان مع عمر وقعد قصاد بعضه دولي سكرتيرت اسعد قالت محتاج مني حاجة يا مستر اسعد بص العمر وقاله تحب تشرب ايه عمر لا شكرا يا فندم مش عايز حاجة هاتي لي فنجان قهوة وهاتي للأستاذ عمر لمون علشان يهدي عصابه شوي تحت أمرك يا فندم بعد إذن حضرتك وخرجت وقفلت الباب وراه عمر بص الأسعد ونزل وشه في الأرض لأنه كان فعلا متوتر جدا وما كانش عارف القضر مخبيله ايه هاي عمر تحب تبدأ انت بالكلام ولا أبدأ انا عمر كان بيلم سقطه في نفسه بيستعيد نفسه وقال اتفضل حضرتك يا فندم طبعا انا واثق انك عارف انت هنا ليه او بمعنى صح هنا هنتكلم في ايه صح ولا انا غلطان ياريت يا فندم حضرتك تدخل في الموضوع على طول مم تمام قوي انا مش هسألك دي سؤال واحد بس انت عايز ايه من بنتي انا بحبها يا اسعد بيه وده كفيل عن اي رد ممكن اقوله اسعد ام وقف وراه قدامه عمر وعمر كمان وقف اسعد وقف قصاد وقال ممكن افهم يعني ايه ده كفيل عن اي رد يعني الحب من اسمة معاني الحياة يا اسعد بيه واظن ان حضرتك سألت عني كويس وعرفت كل حاجة عني ومش من المنطق ان اكون بدحك على بنتك لان الاخلاقي ولا مبادئ اللي حضرتك اكيد عرفتها تسمحلي بكده بس انت شايف بص يا اسعد بيه انا حبيت نغم لشخصها مش عشان هي بنت اسعد السويفي ولا عشان هي غنية كل ده لا يعنيني في شيء انا كل اللي هميني نغمه بس وقبل اي كلام من حضرتك انا عارف انك هتقول ان المستوى بنا كبير وان ما ينفعش ان نغم بنت رجل العمال تتجاوز حتة نجار ومن حرش عباي بس انا برضو مش قليل وعمر الراجل ما يتحكم عليه من منصبه ده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا خطب اليكم من ترضونا دينه وخلقه فزوجوه الا تفعل وتكون فتنة في الارض وفساد عريض ما قالش اللي يكون في منصب او معاه فلوس فاريت لو في اعتراض حضرتك على حاجة يبقى على ديني او على خلقي دول بس نقدر نتكلم فيها اما غير كده هاعتبرها اهانة ليه وانا مقابلهاش اسعد كان مزهول من جرئته يعني انت عايز نسألك عن اخلاقك وعن دينك بس هو ده الجواز من وجهة نظرك طب اقتمن على بنتي ازاي هتاكل وتشرب منين هتعيش فين او هتقولي ان بنتي هتعيش في الحرة اللي انت عايش فيها دي ولا انت عايز نرميلك بنتي وخلاص يا اسعد باشا بنتك هتاكل احسن اكل وهتعيش احسن عيش والسعادة مش في الفلوس السعادة فرحت البال والاستقرار والاطمئنان وانا واثق ان النغم هتلاقي سعادتها معايا اسعد بيه انا مش بتحدك في كلامي ولا بفرض على حضرتك حاجة كل ما في الموضوع اني حابب افهمك اني مش معنى اني اقل منكم ماديا ويريت حضرتك تركز على ماديا دي يبقى مش هقدر اسعد بنتك صدقني حبي النغم كفيل اني خليني اجيب لها حتة من السمع نغم عندي اغلى من نفسي ويستحيلها استحمل اني زعالها في يوم الاياب اسعد بيه اتمنى اني يكون تفكيرك جرأية حد في مكانك فكر في مصلحة بنتك وانا عندي استعداد امضيلك على اي مبلغ تطلبه مني مقابل سعادة نغم واني لو قصرت معها في يوم تقدر تحبسني بيه انا بجد عايزة خليك ضامن كل حاجة من ناحية نغم انا عارف ان الفرق بينا ماديا كبير لكن صدقني عمره ما كان مقياس للجواز واللي بيحب بجد دايما عنده استعداد انه يبيع الدنيا بحالها ويشتري سعادة حبيبته ارجوك اسعد بيه فكر في الموضوع باجابية بلاشا منظور الطبقي لاني صدقني هيخسرك كل حاجة اسعد كان سرحان في كلامه وساكت خالص عدر استأذنانا يا اسعد بيه ولا لسه في كلام تاني اتفضل انت دلوقتي بعد اذن حضرتك عمر وهو خارج قابل دولي على الباب جرأي يا فاندم وانا اتأخرت عليك ولا ايه لا ابدا انا بس لمستعجل بعد اذنك دولي بصت له بعجابه ودخلت القهوة لأسعد وخرجت اسعد قال لي نفسه هو فعلا انسان كويس وعنده عزة نفس كبيرة وفي كلامه حابب يوضح ان الفرق بيننا مادي وبس بس تفتكر يا اسعد هو فعلا هيقدر يسعد بنتك انا مش عارف طب هقولي للمجتمع محدش هيسيبني في حالي والكل هيكتب اسعد يزوج بنته لنجار طب بنتي هتقعد فين من كلام الولد انها هتقعد في الحار لا 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 دي تبقى فضيحة بكل المقييس انا مش عارف مش عارف افكر دبارها يا رب ويسأل عمر الحارة وقال السلام عليكم نور بلاحف قالت له عمر انت كويس يا حبيبي ومين الناس دي طميني عليك عمر ابتسم وامير فهمه وقال لها يا حبيبتي انا بخير انت قال انا كده ليه نور قالت له طب مين دول يا عمر ده اسعد السويفي ولد نغم وكان عايزي يا عمر بعدين بقى نبقى نتكلم يا نور المهم يا توقى جات ولا لسه امير قال له لسه ما نعرفش والله بس تقريبا لسه ليه هو انتم مطلعتوش فوق نور قالت له لا احنا لسه وصلين حالا حاول تكلمها تطمن عليها بقى عمر بس لريم اللي كانت وقفة وبدسله وكانت وقفة بالعافية ايه يا ريم مالك شكلك مش طبيعي لا يا عمر انا بس كنت قلقان عليك هو انت كويس الحمد لله انا زي الفل انا عارف البيت نور دي تقلق بلد ريم بدموع قالت طب بعد اذنكم انا هطلع عشان تعبانا شوي استني يا ريم انا هطلع معاك وثابتهم ومشوا وامير قرب من عمر وقال له هيا صاحبي احكي لي عملت ايه مش عارف يا امير بس انا هحكي لك وقل لي رأيك وبدأ يحكي له اللي حصل في الكلية عند تققى تققى كانت قاعدة مع نغم وقالت هيا نغم علاقتك بوالدك عام لأي دلوقتي طمينين في العادي يعني يا تققى والله انا مش عارفة هو مالك اده لكن اكيد هتتحسن مع الوقت اشرف دخل عليهم وقال السلام عليكم ازايكم يا احلى بنات في الجمع تققى بصت بعيد ما كانتش طيقاك ونغم اتخنقت وقالت خير في حاجة لا ابدا ده انا بصبح بس ولا هو حرام لا يا سيدي مش حرام وقادينا بنرد و بنقولك صباح الخير يا اشرف فدي بصل تققى وقال طب وانسة تققى مش نوية تصبح علينا ولا ايه تققى بصتلي باستغرب وقالت هو انا عرفكم يعني عشان اصبح عليكم وقامت وقالت انا مضطرة امشي جاي معايا نغم ولا قاعدة طبعا جاي معاك وقاموا وسبوهم ومشوا فدي كان مركز جدا مع تققى لدرجة ان اشرف لاحظ اشرف قاله ايه يا معلم هي غمزت ولا ايه جدا يا اشرف والله البيت دي مسيطرة على تفكير بشكل مش طبيعي وشكلها تتعبني قوي شكلنا في الهوى سوا يا كبير فدي دحك وقاله شكلها كده يا صحبي نغم وتققى خرج برا الكلية وتققى قالت هيا نغم جاي معايا الحورة ولا واقف تاكسي وامشانا وتفتكري انها فوض فرصة زي دي ومجيش بصراحة بقى عمر وحشني جدا والله يا احلى حاجة فيجي جرقيتك دي مجنونة بجد نغم قالت لها يا بنتي الحب ما هو الا فضيحة بتيبقي ماشية كده باين عليك الحب الناس كلها بتعرف انك بتحبي من نظري تعنيكي بس زيك كده بالظفت ما هو باين عليك مين انا لا خالص لا خالص ده اكرم مكتوف في عنيك يا بنتي تقى دحكت بكسوف وضربت نغم في كتفها وقالت طب يلا يا اختي قال اكرم قال اكرم كان جاي من وراهم وقال نعم وفي حد بينادي اصلي سامع اسمي بيت قال تقى اتصدمت من وجوده ونغم انفجرت في الدحكة اكرم باستغراب قال ايه يا نغم مالك هو في حاجة ولا ايه لا اصلي تقى لسه كانت بتقول انك وصلتها الصبح اكرم بصل تقى اللي كانت متنحة وقال وانت مالك انت كمان ها ها لا مفيش انت ايه اللي جابك هنا نغم بضحك قالت ها 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 يعني هو ده سؤال اكيد وصلك الصبح يبقى هيرجعك العصر ولا ايه اكرم بصلها وضحك وقال ها 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 فقال انطل عمرك لماح يا بنت السويفي تسلم يا اخي الله يسترك تقى ضحكت وقالت بزمتك دي لايق عليها بنت رجل اعمال تسلم الله يسترك دي ولا اللي هتشحط على باب السيدة نغم قالت يا ستي خلي البصات احمدي وبعدين بقيلومي على امير بصراحة اغلب كلامي بسببه طريقته بتعجيبني موت تقى ضحكت وقالت ها 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 اه بدي عندك حق ابي امير عليه اسلوب رهيب اكرم قال طب ايه مش هنمشي ولا ايه اشرف دخل عليهم وقال ايه يا بنات محتاجين مساعدة ولا مفيش مواصلات اكرم قال لا يا خفيف اطلع انت منها وهي هتفرج ان شاء الله والاستاذ بيتكلم بقى اي حق ان شاء الله نغم بنرفزة قالت وانت مالك يا اشرف انت مش من حقك تسأل سؤال زي ده وقاء ظن كفاية كده بقى اشرف بإحراج قال انا اسف لو ضيقتكم بس انا فكرت ان في حد بيرخم عليكم بس وعموما اسف للمرة التانية اتمنى انك ما تكررهاش تاني وحاول تخرجنا من دماغك شوية حاضر يا نغم هحاول بعد اذنكم نغم زهق قالت وف ممل بجد اكرم كان بيبص الاشرف بغيز وبص لهم تاني وقال ممكن بقى نمشي من هنا لاني اتخنقت نغم قالت طب يلا بينا عربيتي هناك اهاي وفعلا كلهم ركبوا وتحركوا على الحارة في الحارة نور وصلت ريم للبيت لكن تعبت جدا واضطروا انهم يودوها المستشفى فادية والدة ريم قالت لا يا ريم احنا لازم ننزل للمستشفى حالا انا قلت لها والله يا خالتي بس مفيش فايدة خلاص احنا ننزل نلحق امير ابن خالي بالعربية قبل ما يمشي على ما تخلصي البس اكون نزلت ماشي يا بيتي وانا هلبس وانزل على طول نور سندت ريم ونزله وكانت ريم حالتها صعبة قوي ووصلت لقمة التعب نور بصت لريم وقالت هيا يا ريم يا حبيبتي حسب ايه طمانيني عليك ريم كانت بتاخد نفسها بالعافية وقالت ماش قادرة يا نور طعب انا قوي مش عارف اخد نفسي نور وصلت لامير وقالت له انهم هيروحوا المستشفى وقام عمر بسرعة يتطم عمر قال ريم خير مالك حسب ايه ريم بصت لعمر بتعب وما كانتش قادرة تتكلم وقعت ما بين ايه ده في بيت حامد الحديدي ايه قالت ايه يا ماما انا زهيت من قاعدة البيت دي ما تقومين روح النادي مهنت لو بيت مهتمة بدراستك زي كل البنات كان زمانك في كليتك دلوقتي مش اعدالي زي العمل الراضي فوشي كده تصدقي مش عارف اقولك ايه ده في ناس بتتمنى بناتها يبقى عادين في البيت ومطمنين عليهم اما انت بصراحة غريبة يا ماما لكن فعلا عندك حق انا هنزل اروح الكلية وبرحتي بقى يعني ايه براحتك يا بيت تقصد ايه بالكلمة دي ولا اقصد ولا ما اقصدش بقى البيت ده بقى خنق بكل المقاييس وثبتها ودخلت قضيتها ابتسمى رفزها قالت بيت يا ايا استني هنا انت زي تتكلمي وتعلي صوتك معايا كده هو انا معرفتش يا ربي ولا ايه استني يا بيت ودخلت وراها القضة وقالت ممكن افهم اللي بتعمليه ده واللي عملتيه برا ده هو انت بتكلمي واحدة صاحبتك ولا ايه ما تحترمي نفسك يا بيت تتي ايه يا ماما هو انت مش قادرة على اميرها تطلعيهم عليها انا كل اللي قلت اني اروح النادي دخلتيني في موضوع تاني خالص وبعدين غيرك يتمنى قاعدت بنته كده ويتطمن عليها ولا لازم اكدب عليكم واقولكم اني رايحة الجمعة عشان ترتاحوا وصيعنا براحتي بقى هو انت ممكن تعملي كده يا ايا فعلا ده انا كنت قتالتك والنعمة انت عايزة تشميتي ابو كفايا اه ده احكت بصخرية والد هو ده كل اللي يهمك ان بابا ما يشمتش فيك يا ماما انا اغلب صحابي معرفين اهليهم انهم في كرصات بعد الكلية وبياخدوا منهم فلوس قد كده وعلى قلب اهليهم زي العسل ولو قلت لهم الحقيقة او انها عايزة تخرج مع صاحباتها الايام بتقوم يا ماما جلنا محتاج انكم تفهموه مش تعدوه يعني الغلط لو تعمل قدامك هتقدر يتصلحيه لكن ليه بتضطرون اننا نغلط من وراكم ونبقى فرحانين اننا بنغلط ليه بتوصلونا اننا نغلط عشان نكساركم انتو بجدتي واحدة من الناس دي دايما محسساني انا وامير اننا اقل من اي حد ودايما ولاد عمتي احسن مننا وعايزانا نبقى احسن باي طريقة بس احب اقولك اننا احسن ومن غير كلامك ولا طريقتك دي واسيبينها نعيش زي ما احنا عايزين مش زي ما انت عايزة ابتسام كانت بصلها بصدمة وقالت انتي بتقولي ايه انا دايما بحسسكم انكم قليلين انا دايما بقول انهم احسن منكم انا يعني ابوكي هو اللي ملك دلوقتي ابوكي هو اللي كويس ابوكي هو الخلاص يا ماما ولا انتي ولا بابا وبعدين ايه اللي دخل بابا في الموضوع دلوقتي ماما عشان خطرق فيلي الموضوع ده انا بجد مخنوقة ومش حاب اتكلم لا يا ايا انتي واضح كده انك شايلة في قلبك وسكتة قولي قولي كل اللي عندك وطلعيه ايا قعدت ع السرير وسكتة وابتسام بصت لها وبعد ان مشت بقلت حيلة ونرفزها ابتسام كانت بتقول لنفسها العيال دول بقوا قديني عدوة ليهم ويدر ابوهم انه يكسبهم في صفهم اذا كان قدري على امير فانا مش هسمح له ابدا انه ياخد مني بنتي ولازم امشيها زي ما انا عايزة ودخلت القضاء على ايا بعد فترة وكانت ايا زي ما هي قعدت زعلانة ع السرير ايا يا حبيبتي خلاص قمي معايا هنخرج نروح النادي انا برضو مخنوقة ايا بصت لها وسكتة ولفت والشغل ناحية التانية ابتسام كانت متغزة وقالت ما خلاص بقى يا بيت هو انا هتحايل عليكي يلا انا هدخل البس على ما تاخدي شاور وتلبسي اكون جاهزت انا كمان وننزل على طور ومش هنجي غير لما تزهقي ايه رأيك اتحكي بقى وبلاش رخامة ايا ابتسمت وقالت حضر يا موم هقومها البسهو طب يلا بسرعة وما تتأخريش وخرجت وهي ابتدى رب منها يهديلها بنتها وما تخيبش املها هي كمان فالحارة عمر قام بسرعة يتمن على ريم ايه يا ريم مالك طمينين عليكي ريم بصت له وكانت خلاص وصلت لقمة تعبها وفاجأ واعد بين ايديه عمر بخد قال ريم امير امير افتح العربية بسرعة وشان ريم وامير جيرها العربية فتحها عمر دخل ريم على الكرسي اللي ورا وقال نور اركب جنبها بسرعة وركب هو قدام ونور ريكبت وراجم بريم فاللحظة دي كانت نغم دخلة بالعربية مع اكرم وطوع وشافت عمر شال ريم وبيجري طق نزلت بسرعة وقالت ابي عمر في ايه خير بعدين يا طق بعدين احنا لازم نروح المستشفى حالا اطلع على البيت دي ونغم وبص الامير وقال بنا رفزها ما تطلع يا امير انت مستني ايه والد تريم يا عمر لازم نستناها انت عبيت يا ابني البيت تعبانة نروح المستشفى وبقى ارجع حدها يلا يا امير فرن امير اتحرك واستظهول الكل وخصوص النغم اللي كانت الغيرة بتقتلها نزلت والد تريم والقلق كان بان عليها وكانت بتعير بنتي بنتي فين بقى بنتي يا طق فين ما تقلقيش يا طنط ابي عمر ونور معاها واكيد هيرجع وياخدوك تاني نغم ساب عليها الموقف وقالت تعال يا طنط تفضلي انا هوسلك على المستشفى تسلم يا بنتي ربنا يوقفلك ولاد الحلل يا رب يا رب يا ريم يا بنتي تبقى بخير ده انا ماليش غيرك ربنا يشفيك يا بنتي يا رب وركبة العربية هي ونغم اكرم قال تعال يا طق الروح معاه انا بقول كده برضو بس خايفة ابي عمر يداي خلاص اطلع انت فوق هو فعلا ممكن يدايك انا هروح معاه وقفلي على نفس الكويس يا طق حاضري يا اكرم بس بالله عليك اطمنوني ها حاضري يا طق ما تقلقيش ومشي وركب مع نغم وكلمه عمر وطلعه على المستشفى عمر دخل المستشفى وكان شاهر ريم ونزل بسرعة الدكتور وكشف وقال لازم رسم قلبه اشعة ايكو حالا عمر بقلق قال له لي يا دكتور هو في حاجة هنعرف كل حاجة بعد الفحص الشامل اطمنوا ان شاء الله خير فدية كانت دخلة في اللحظة دي بقلق وقالت بنتي بنتي فين يا عمر فين بنتي يا عمر اطمن يا خلتي بخير ان شاء الله طب قال له ايه ها؟ قال له ايه يا كويسة؟ طب انا عايزة اشوفها يا عمر اطمن عليها هنشوفها والله بس هي في الكشف دلوقتي وهيطمنونا ان شاء الله وبس لنغم وحاسب ديئتها كان واقف الكل قلقان ومستنين حد يطمنه امير قرب من نور وقال اطمن يا نور هتبقى كويسة ان شاء الله يا ربي امير ريم دي نصي التاني مقدرش اتخيل حياتي من غيرها يوم واحد لا بلاش نصي التاني دي انا نصي التاني يا بيت ومش هسمح لحد ياخد منصبي ابدا فهمه ولا لأت؟ هو انت في ايه ولا ايه؟ اسكت يا امير ما تفضحناش بقى بعشق دحكتك يا اغلى حاجة عندي نور ابتسمت بكسوف وسكتك الدكتور خرج والكل جري عليه نور قالت ها يا دكتور طمننا بالله عليك الدكتور قال ان شاء الله خير ما تقلقوش يا جماعة وبصل عمر وقال هو حضرتك اخوها اه يا دكتور خير في حاجة؟ طب اتفضل على مكتبي سواني والطمنه والله هي بخير واسابهم ومشي فادية مسكت عمر وقالت بنتي مالها يا عمر بلا عليك يا ابني اتطمنني اتطمنني يا خالتي انا هروح اشوف في ايه واطمنك وبصل امير وقال له امير تعال معايا ومشي هما الاتنين نور ونغم قربوا من فادية وطبطبوا عليها وفعلا الكل كان زعلان ودخلوا بعدها يتطمنوا على ريم عمر قال السلام عليكم خير يا دكتور طمن بص يا استاذ عمر يا دكتور بص يا استاذ عمر اختك بخير والحمد لله بس هي عندها مشكلة ممكن تكون خطيرة وممكن تكون مش خطيرة يعني حسب الظروف الاختك بتتعرض لها هو في ايه يا دكتور هي فزورة ولا ايه لا يا استاذ الموضوع كله ان الانسة عندها ضيف في عضلة القلب وده معناه انها لو تعرضت لأي ضغط نفسي او مجهود ممكن القلب يتوقف وتحصل وفاة لقدر الله لان للاسف عدد نبضات القلب قليلة والقلب مش بيقدر يضخ الدم بكفاءة البقية الجسم وده هيأثر على عضاء كتير في جسمها عمر بقلق قاله طب والحل يا دكتور الحل انكم تحاولوا تحافظوا عليها من اي ضغط او مجهود وتنتظم على العلاج وان شاء الله خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة